او 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 نهاية الجولة الاولى من الدوري النصري الممتاز لموسم 2024-2025 واللي كانت نهايته باكبر نتيجة في الدوري هذا الموسم بخمسة اهداف مقابل هدفين انتصار كبير للاهلي على سيراميكا كريوباترا في ختام الجولة الاولى من المسابقة التي يسعى فيها الاهلي للحفاظ على لقب حافظ عليه خلال العامين الماضيين مباراة تحولات كثيرة شهدتها على مستوى اداء الفريقين الى جانب الغزارة التي شهدتها على مستوى التهديف في نفس اليوم كان الاسماعيلي وغزل المحلة في مباراة جماهيرية من العيار الثقيل قد تعادلاء سلبيا في لقاء توديع الراحل الكابتن ايهاب جلال المدير الفني السابق للاسماعيلي اما بعيدا عن هذا فنتحدث اليوم عن نجاحات المصريين فيتقلق صلاح ويرد مرموش يتقلق مرموش ويرد صلاح وبعد المصريين مش واحد بل اتنين بيواصلان الابهار والتهديف والمساهمة سواء في ألمانيا او في انجلترا اما في حلقة اليوم هينوارنا نجمين النجم الاول هو الكابتن اسامة عرابي قائد ونجم النادي الاهلي السابق للحديث عن مباريات الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز والنجم الاخر هو نجم وقائد لفريق كرة الطائرة السابق في النادي الاهلي واخصائي النفسي لفريق كرة القدم في النادي الاهلي الذي استمر لمدة اسبوع تقريبا الكابتن عماد فاروق وظفنا في الفقرة الثانية فيلا بينا سريعا جدا نبدأ المتش اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش انتهت الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز بنهاية على مستوى كبير من الاهداف فاز الاهلي على سيراميكا كريباترا بنتيجة 5-2 في مباراة مكررة من لقاء لعبة قبل ايام قليلة وتحديدا يوم 21 من شهر اكتوبر اللي لسه خلصان كل شهر انتم طيبين نوفمبر سعيد علينا باذن الله جميعا ولكن الوضع كان مختلفا بينما تفوق من جديد سيراميكا كريباترا على الاهلي كما تفوق على مستوى الاداء الفني تفوق فقط في شوت واحد في هذه المباراة والتفوق خرج على مستوى الاداء لكن على مستوى النتيجة كان التفوق اهلويا احمر بهدفين لهدف واحد وانقلب الوضع بشكل كامل على مستوى الاداء الفني فتفوق الاهلي كثيرا على المستوى الفني وعلى مستوى الاهداف واختفى سيراميكا كريباترا تماما وان كان قد سجل هدفا وحيدا في الشوت الثاني من المباراة قبل ما نستعرض نتيجة المباراة تتفاصيلها تعالى نقول لكم ان النهاردة كمان سبقت هذه المواجهة مواجهة اخرى كانت ما بين الاسماعيلي وغزل المحلة وانتهت بالتعادل بين الفارقين تعادلا سلبيا في لقاءات الجولة الاولى من الدوري المصري الممتاز ويلا بينا الى مباراة الاهلي وسيراميكا كريباترا كعادته بدأ الكابتن ايمان الرمادي الموديل الفني لسيراميكا كريباترا برغبة هجومية وكعادته امام سيراميكا كريباترا سجل الاهلي هدفا مبكرا في الدين الرابعة من زمن المباراة وكما اخطأ مدافع سيراميكا في مواجهة نصف نهاء السوبر في السواني الاولى اخطأ مدافع جديد هذه المرة مش رجب نبيل مش محمد عادل انما اخطأ احمد رمضان بيكم في تمرير كرة في عمق الملعب استغلها حسين الشحات ليبتسم مبكرا كولر بعد هدف صاروخي سجله حسين الشحات لم يتراجع سيراميكا كريباترا وحاول عن طريق مهاجميه وبمهاجميه اقصد عدد كبير من اللاعبين فخر لكاي زلاكا احمد بالحاج وقندوسي كلهم كانوا في مراحل هجومية تدرج سالس بالكرة تراجع غير مبرر على الاطلاق للاعبي الاهلي تمريرات مقطوعة كثيرة من الفريق الاحمر ادت الى سيطرة واستحواز وتفوق لفريق سيراميكا كريباترا حتى ادرك التعدل عن طريق ضرب الجزاء سجلها احمد بالحاج حصل عليها زلاكا بعد اعاقة داخل منطقة الجزاء من الظاهير الايمن اكرم توفيق هنا قعد الاهلي يقول ازاي ارجع لادائي على الاقل ولم يكتفي سيراميكا كريباترا بالهدف اللي سجله لانه قبليه وبعديه تبارى لاعبوه في اهضار الفرص او بالادق تقلق محمد الشناوي رجل المباراة بلا منازع على الاقل في الشوط الاول ليحمي عرين الاهلي من استقبال اكثر من هدف امام زلاكا امام قندوسي امام بالحاج امام فخري لكاي امام لاعبي سيراميكا كريباترا كلهم وبقى السؤال بين الشوطين ماذا سيفعل كولر في لاعب الاهلي وكيف ستكون ردة فعل الفريق الاحمر وهل سيواصل سيراميكا كريباترا اداءه الرائع وجاءت الاجابة سريعا جدا وفي ضرف 13 ثانية من انطلاق الشوط التاني اللي بدأ بنزول افشة بدلا من غير الموفق كوكا وبنزول خالد عبد الفتاح بدلا من غير الموفق يوسف ايمن انقلب الحال 13 ثانية وكان 3 تمريرات كفيلة بان يرسل طاهر محمد طاهر عرضية الى وسام ابو علي اللي سجل في بداية الشوط كما سجل في ختام الشوط السابق وسام ابو علي كان قد سجل هدفا رائعا من فاول من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة جات في جسم زلاكة وحولت اتجاهها فلم ينقذها محمد بسام ختم الشوط بهدف وبدأ الشوط التاني بهدف اخر علشان يبقى توقيت الهدفين قاتلين على ما يبدو بالنسبة لسيراميكا كريباترا ومفوقين جدا الفريق الاحمر اللي وضع سيطرته التامة فيما بعد الهدف التالت وتبارى بعدها لعبه الاهلي في التمريرات وفي الانطلاق وفي اللعب المباشر وفي اللعب بين مساحات خطوط سيراميكا كريباترا وجاء امام عشور وجاء افشة اللي على غير العادة بيكونوا مع بعض في الملعب في وقت واحد بقرار من مرسيل كولر اللي قال لازم نفوق زود عدد اللاعبين اصحاب المهارات في ارض الملعب وبالتالي وصل الاهلي كثيرا وبقت المباراة اشبه بمباراة من طرف واحد يهاجم الاهلي ولا يدافع حتى سيراميكا كريباترا فنجح الاهلي تباعا في الوصول الى مرمى محمد بسام اهدر افشة واهدر امام عشور ولكن سجل من جديد الرابع حسين الشحات بتمريرة وضع امام عشور بها حسين الشحات في مواجهة محمد بسام وكما صنع طاهر محمد طاهر لوسام صنع هذه المرة وسام لطاهر علشان يضع بصمته اللي استحقها تحديدا في الشوط التاني من المباراة وتصبح النتيجة خمسة واحد مستغلا قرار الحكم بان الكرة لم تكن تسللا لطاهر لان سعد سامير بحسب الخطوط كان قد غطى التسلل حاول سيراميكا كريباترا ودفع بمزيد من المهاجمين رافضا فارق الاربعة اهداف فانهى المباراة بفارق ثلاثة اهداف بعدما سجل احمد القندوسي في شباك الفريق المعار منه الى سيراميكا كريباترا بعد عرضية البديل اسلام عيسى احمد قندوسي بكده يكون سجل في مرمى الاهلي اربعة اهداف ثلاثة منهم وهو معار الى سيراميكا كريباترا والاول منهم كان الاول من الاربعة لما كان فيه فاق سطيف قبل ما ينضم الى الاهلي اللاعب القريب من اتمام التعاقد بشكل كامل مع سيراميكا كريباترا من النادي الاهلي خمسة اذا هي نتيجة فوز الاهلي اللي حقق بها نتيجة كبيرة وعوض بها اداءا متراجعا وصفه مارسيل كولر في الشوت الاول بانه اسوأ شوت منذ انضمامي كمدير فني الى الاهلي تعالوا استعرض تشكيلة الفريقين اللي لعباه في استاد السلام النهاردة بدأ الاهلي بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى تقلق رائع على مستوى سد المرمى وعلى مستوى الخروج وقت الانفرادات وما اكثر الانفرادات اللي ربما ساهم فيها خط دفاع الاهلي بالكامل وتحديدا يوسف ايمن اللي بدأ لأول مرة اساسيا بقميص الاهلي بعدما شارك لدقائق امام الزمالك في بطولة السوبر المحلي في المباراة النهائية اللي كسبها الاهلي رامي ربيعة قلب الدفاع جاوره وقائد الفريق اكرم توفيق بدأ ناحية اليمين ويحيي عطية الله ناحية اليسار لانه الباقي باستثناء يوسف ايمن لم تكن هناك اي تغييرات مروان عطية في قلب الملعب وبجواري احمد نبيل كوكا وقدامهم او جنبهم بادواره جمية امام عشور ناحية اليمين طاهر محمد طاهر ناحية الشمال حسين الشحات انشط لعيب الاهلي في الشوط الاول من المباراة وهو سام ابو علي اللي وضع بصمته في الشوط الاول بهدف كما وضع حسين الشحات البصمة تبقى عن اتعامل التغييرات في الاهلي الشوط التاني زي ما قلت لكم نزل خالد عبد الفتاح كقلبة فاعب بدلا من يوسف ايمن ونزل كمان افشأ بدلا من احمد نبيل كوكا وتحسن الاهلي كثيرا في الدقيق التالية خرج محمد صادق واحمد هاني ونزل اسلام عيسى كوينج ناحية الشمال باهداف هجومية اكتر علشان محمد صادق برضو ادواره الدفاعية اكتر سعد سامير لما نزل بقلبة فاع فتحول هحكي لكم بالضبط التفاصيل بتاعت سيراميكا اللي برضو عمل تغييرات اخرى حسين الشحات خرج ونزل مكانه بيرسي تاو في نفس التغييرة دا تنزل ريدا سليم وعمر السلية بدلا من طاهر محمد طاهر وامام عشور ظهور لريدا سليم وبييرسي تاو وفي دا الدقيق العشرة الاخيرة اما الناحية التانية فكان سيراميكي ريباترا تشكلته كالتالية الكابتن ايمان الرمادي دفع بمحمد بسام في حراسة المرمى قدامه احمد رمضان بكهم ورجع بنبيل عبد الرحمن بودي يسارا واحمد هاني يمينا ولما نزل سعد سمير عبد الرحمن بودي اتنقل ناحية اليمين وسعد سمير بقى قلبت فاع جنب رجع بنبيل واحمد رمضان بكهم انتقل الى مركز الظاهير الايسر في نص ملعب بدأ الكابتن ايمان الرمادي بمحمد عادل ومعاه محمد صادق احمد القندوسي واحمد بالحاج وزلاكة مع فخري لكاي بادوار هجومية واضحة واللي الحقيقة قدمه شوط اول كبير جدا متحمس اسمع لماذا تغير تماما الفريق في الشوط التاني من المباراة مع التغييرات نزل كمان عمر قلاوة بدلا من احمد بالحاج ونزل ايضا جاستيس ارثر في قلب الملعب بدلا من محمد عادل وهاجم في دقائق اخيرة الكابتن ايمان الرمادي بماروان عثمان بدلا من المتقلق لكن اللي اهدر اكتر من فرصة زلاكة اذا هي اكبر نتيجة في الجولة الاولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز اعتادة الاهلوية من كولر الرباعيات بدأ الموسم بخماسية فعلامة ينوي المدير الفني السويسري الراضي جدا عن فريقه في الشوط الثاني بينما لم يكن راضيا على الاطلاق في الشوط الاول وانما فاز في النهاية اما في المباراة اللي سبقتها هنتكلم عن تفاصيلها سريعا جدا فكانت مواجهة الاسماعيلي مع غزل المحلة مباراة من العيار السقيل على مستوى الجماهير في قلب الاسماعيلية وفي حضور جماهيري كبير اعتقد انه هيزيد كمان في الفترة اللي جاية وفي اول مباراة رسمية للاسماعيلي بعد وفاة المدير الفني السابق الراحل الكبير الكابتن ايهاب جلال وخلفه الكابتن حمد ابراهيم اللي وصفه بعد المباراة باني بخوض المباراة النهاردة بعد استاذي اللي علمني معنى التدريب الكابتن ايهاب جلال لعب الاسماعيلي والمحلة مباراة متكفأة الشوط الثاني فيها حاول الاسماعيلي اخطاء في دفاعات غزل المحلة ادت الى اكتر من فرصة خطيرة لها الاسماعيلي لكن تبارى لاعبه الاسماعيلي سواء ايركتروري البديل او نادر فرج او عبد الكريم مصطفى في اهدار الفرص حتى انتهت المباراة صفر صفر بين الفرقين وهو تعادل ارضة الكابتن احمد عيد عبد الملك المدير الفني للمحلة باعتبارها في الاسماعيلية بينما لام فيه الكابتن حمد ابراهيم الانهاء المتسرع للفرص فيما ادى الى التعادل السلبي في المباراة تعالى نستعرض تشكيلة الفرقين سريعا جدا قبل ما ناخد المدخلة المهمة اللي معنا تشكيلة الاسماعيلي اصحاب الارض كانت النهاردة كالتالي احمد عيد العبد المنعم عمل تصدي رائع رائع في الشوت التاني من المباراة كاد يقلب المباراة بالنسبة الاسماعيلي محمد عمار ومحمد نصر في قلب الملعب محمد بايومي النهاردة بيلعب بتعويضا لغيابات المركز اليمين بيلعب في مركز قلب مركز الباك اليمين عبد الكريم مصطفى ناحية الشمال اهدر فرصة خطيرة بسبب غيابة دقة عمد حمدي ومحمد حسن حمد الله على السلام يا حسن بيرجع مرة تانية للمشاركات نادر فرج ومحمد عبد السميع في نص ملعب ومروان حمدي وخالد النبريسي كانوا في المقدمة اما الكابتن احمد عيد عبد الملك فكانت تشكلته كالتالي عامر عامر في حراسة المرمة عمر الجزار عمر الجزار ده قصته قصة ربنا يديك الصحة وكان عامل اداء كبير قوي وهو من ابناء الاسماعيلي بالمناسبة قبل ما ينضم الى غزل المحلة منذ موسمين احمد حكم بجواره عبد الرحيم عموري وقد طرد في المباراة بسبب منع انفراد لالاسماعيلي في الدقائق الاخيرة بعد ما كان خد انذار الفار رجع الحكم الدلو طرد يحيا زكريا ناحية الشمال محمد جابر ومحمد عصام وموري توري في نص الملعب وفي المقدمة الثلاثي عبدو يحيا محمد حمدي زكي وحسام جريشا على التليفون معنا نجم الاسماعيلي السابق والمدير الفني للفريق الكابتن حمد إبراهيم كابتن حمد أهلا وسهلا مناور الدنيا كلها كابتن حمد فقدنا الاتصال بالكابتن حمد إبراهيم انتهيت الجولة عموما هنرجع للكابتن حمد إبراهيم كمان دقيقة لكن بنهاية الجولة كان عندنا الفرق الجماهيرية والفرق المتوقع أنه يتنافس على الدوري هنتكلم عنهم في دقيقة بعد ما نرحب بالكابتن حمد إبراهيم كابتن حمد أهلا وسهلا منورنا وكل موسم وانت طيب حبيب يا كابتن هاني أهلا وسهلا بيكم كل السلام طيب يا حبيب وحضرتك بألف خير أنا عارف أن المباراة كانت فيها مشاعر كتيرة مش مجرد مباراة ورغبة في الفوز أو زعل من التعادل لكن فكرة أن هي أول مباراة رسمية في غياب الروح للكابتن إيهاب جلال كنت عارف قد إيه تأثرها عليك والله ربنا يرحمه ويكفر له أول مباراة رسمية طبعا مؤسرة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للعيبة لكن حاولنا نخرج اللعيبة من الحالة اللي هما فيها كابتن إيهاب الحمد لله رب العالمين كل اللعيبة بتدعيله بالرحمة ومخيرة لأنه فعلا كابتن إيهاب أثر في اللعيبة جدا وأثر في النادي الإتماعيلي فرب يرحمه ورب يكفر له آمين يا رب تعادل بالنسبة لك شايفه مرضي تبقى لسير المباراة ولا متدايق من الفرص اللي أهدرت والله يعني أنا أنا بحمد ربنا في الأول وفي الآخر الولاد قدوا بشكل جاي جدا لكن أنا بقول إن في ثمين بونط ضاعوا مننا يعني ثلاثة بونط كانوا قريبين جدا مننا كبهاني يعني أكيد لا فريق محلة فريق محترم هيجي فرصة أوتنين بيهم لكن أنت كان عندك فيترك جدا عدد من الفرص كبيرة جدا الولاد راحوا بيها لكن أنا بقول ما عرفش أنا كنت حاس أنهم عايزين يخلصوا الهجمة بسرعة وده اللي أنا حذرت بين الشوطين إنه إنه إحنا ما نبقاش مستعجلين لكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين أنا بقول إن إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله المباراة اللي جاية مع سيراميكا كريباترا بس فيه وقت بنتكلم في أسبوع شايف إزاي المواجهة اللي جاية كابتن حمد بعد التعادل في الجولة الأولى والله كل المواجهات تبقى صعبة جدا نظام الدوري السنادي نظام صعب جدا على كل الفرق ما تقمنش المباراة لازم تبقى عمل احتياطات على طول لكل المباراة اللي هتشتغل فيها أنا بقول إن دوري صعب جدا ولازم ناخد بالنا منه لأن في الأول وفي الآخر النتائج هي اللي هتفرق في الدور الأول فأنت محتاج توفيق ربنا إن أنت تعمل نتائج إيجابية عشان تقدر يعني تلحق نفسك زي ما تقوله لكن إن شاء الله بإذن الله هي مباراة تبقى مباراة وهي طبعا فرقة ترميكا فرقة جديرة وفي نفس الوقت يعني فرقة الإسماعيلي برضو إن شاء الله تقدم منتهى القوة وإن شاء الله نعمل نتيجة إعجابية بإذن الله كابتن هاني الخماسية اللي استقبلها النهاردة سيراميكا ريباترا بتمثلك إيه كمنافسك المقبل النتيجة يعني أنت عارف أنت بتلعب النادي الأهلي ثاني حاجة الفرقة الكبيرة اللي زي كده كابتن هاني سرق سيراميكا عندها مجموعة تعيبك وإيضاك كابتن عيمن رمادي أكيد بمباراة بتخلص بكل مشاكلها لكن في الأول وفي الآخر هتخليك أنت حذر شوية لأنه يبقى نادي سيراميكا جاي ممكن يبقى عنده ردود أفعال عايزي حاول يعوض المجرات فإن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل الشكل المناسب والتكفيك المناسب اللي هنستطيع تشتغلين إن شاء الله النهاردة محمد بايومي بتدفع به في مركز الظاهير الأيمن كلمني عن المركز ده وقرارك بإشراك محمد بايومي في المكان ده والله يعني أنت عارف برضو إيه فيه شوية حاجات كابتن هاني جوه الفرقة بحاول أصبتها في العدد النقص بين اللعيبة بايومي من الناس اللي هي بتلعب لعيبة تكتكية في الملعب وبيقدر يلعب في كذا مكان وده اللي بنحاول نستفيده من بعض الناس يعني أنا عارف إن فيه شوية حاجات ممكن تبقى غريبة على الناس استنادي لكن في الأول وفي الآخر هحاول أعمل أحسن حاجة في شكل اللعيبة نفسه وهي بتأدي وأحسن أماكن هي ممكن تأدي فيها وده اللي هيعوض لنا بقى يعني الحاجات الخططية اللي نقطع عندك إن شاء الله نعوضها بمجموعة اللعيبة اللي هي بتلعب في كذا مكان فإن شاء الله بإذن الله يعني تبقى الأمور أحسن للفترة اللي جاية متابع أكيد مع الإدارة قصة مطالبة النجوم بعدم منح الإسماعيلي الترخيص أو الرخصة الخاصة بالمشاركة في الدوري بتشوف ده إزاي وهل ليه تأثير عليك بأي شكل من الأشكال في تعاملك مع الفريق كابتن حمد والله نبعد الفريق خالص كابتن هنا عن الكلام دوت وبتكلم حتى مع اللعيبة إحنا من نجدعوا بأي حاجة بتحصل في البشاند نصر ومجلة الإدارة هم بيتعاملوا في الحاجات الإدارية بشكل جاي جدا تمام وأنا مش عايز اللعيبة تخش فيها حتى مسألة القيد مسألة عدم القيد ده الكلام ده كالتالي أنا قلت للعيبة من أول يوم إحنا ما عندناش مشكلة في أي حاجة اللعيب اللي هيبقى عنده جواه مشكلة إن إحنا عندنا قيد موقوف أو عدد من اللعيبة مش موجود هو اللعيب هو عنده مشكلة مع نفسه مش معاينة أنا شخصيا مش عايز ما عنديش الإحتاس دوت أنا عايز أحسن فرقتي كاملة وبتلعب بمنتهى القوة مع كل الفرق اللي هنقبلها أي والحمد لله رب العالمين نهاردة ظهروا بشكل جاي جدا أنا بقول كان ينقصنا بس التوفيق وكانوا الولاد هيقدوا بشكل أحسن من كده كمان لأنه كان هيبقوا أهدى من كده لكن بقول الحمد لله في الأول وفي الآخر وإن شاء الله لجا يكون أحسن للولاد بإذن الله الإسماعيلي من داخل غرف خلع الملابس كان الفيديو بتقول فيلي اللعيبة خلاص مباراة وانتهت واللي جاي مهم أعتقد التعامل النفسي مش بس الفني مهم جدا للإسماعيلي بالنسبة لك في الظروف اللي فيها الفريق طبعا يا كابتن هاني هو الموضوع يعني أنا مش عايز الموضوع ياخد لأن الولاد كانوا متأثرين جدا بعدد الفرص اللي دعوا أنا شفت الولاد متأثر وكانوا زعلين جدا برضو انت عارف لما يبقى الجماهير بتاعتك جاي كبير والجماهير وقفة مع العيبة بشكل جاي جدا الولاد ما كانوش عايزين يخلوا الجماهير بيتمشي وهي متضايقة لكن أنا قلت لهم خلاص المباراة خلصت أنا عايز أفكر في اللي جاي وده اللي احنا قلنا ان احنا مش عايزين نخلي المباراة تمشي ونبقى من يعني الوقت يعدي مننا ونضيع فرصة ونبقى فرصة وبعد كده نيجي في الآخر نبقى متضايقين لكن الحمد لله الثقة اللي هما قدوا بيها فكان مهم جدا ان انا اخلص موضوع ده بعد المباراة ايه اكتر فرصة زعلتك من اللي ضاعوا والله مروان الشوت الاول كانت فرصة اللي نادر عملها وكان ممكن كانت اسهل من كده تقدر لكن مروان حاول فيها بشكل جيد فرصة ايريك اللي هو راح بوشه برضو كان ممكن يحصها باسهل من كده يتعامل فيها عندنا كذا حاجة نادر عنده واحدة الشوت التانية سهلة جدا برضو عبد الكريم الكرة الاخيرة يعني يعني كذا حاجة كابتن هاني يالله حظة اوفر لكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين انا بقول للولاد دي يالله اشتدوا حلكوا ان شاء الله نفكر في اللي جاي خلاط المطش ده خلص مش هنقض نفكر في اللي فات ان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله كابتن حمد ابراهيم المدير الفني لالاسماعيلي انا بشكرك جدا على وجودك معنا وبتمنى لك كل التوفيق باذن الله الكابتن احمد عيد عبد الملك على جانب اخر المدير الفني للمحلة فقال انه اي لعب بيرتدي قميص الاسماعيلي على ملعبه بيكون عنده شراسة هجومية وبالتالي التعادل كان مرضيا بالنسبة لغزل المحلة وجاءت باقي تصريحاته كالتالي وهو من قاد الفريق الى التأهل او العودة للدوري الممتاز من جديد قال الحصول على نقطة امام الاسماعيلي فريق كبير في وسط ملعبه حاجة بالنسبة لنا كويسة جدا قال انه كان من المحتمل ايضا ان نخطف اللقاء في اي وقت كان عندنا فرص احنا كمان محققة ولكن التعادل مرضي قال النقطة اللي خدناها ممكن نبني عليها في المباريات القادمة خاصة ان دوري هذا الموسم صعب على الجميع عندنا استقرار داخل منظومة غزل المحلة قمنا بتدعيم الفريق بشكل جيد نتطلع لتحقيق نتائج ايجابية في المباريات المقبلة امال وطموحات الجمهور عايزين نحققها الجمهور الوفي اللي بيؤذر الفريق خارج وداخل المحلة مواجهة المحلة المقبلة امام طلاعي الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتز اذا في هذه الجولة فاز بطل النسخة الماضية الاهلي وفاز الزمالك تالت البطولة في النسخة الماضية والمتوج الثاني على مستوى الالقاب في بطولات الدوري المصري الممتاز فيما تعادل وصيف النسخة الماضية بيرامدز امام بيتروجيت العائد للدوري من جديد واللي لم تنقصه الجرأة على الاطلاق في ان يتقدم مبكرا امام بيرامدز وان يدافع بصلابة وان يحقق تقدما هجوميا في بعض احداث المباراة انا استعرض نتائج الجولة كلها بما انها انتهت النهاردة للتذكرة بدأ الموسم بفوز سموحة على حرس الحدود بثلاث اهداف مقابل هدف واحد فيما افاز المصري البورسعيدي على تلاعي الجيش بهدفين دون مقابل اليوم التالي يوم الخميس تعادل الجونة مع زاد افسي بصفر صفر في مباراة اهدر فيها الجونة ضربة جزاء تصدى لها علي لطفي وتعادل ايضا مودرن سبورت مع امبي صفر صفر في مباراة اهدر فيها مودرن سبورت ضربة جزاء في السواني الاخيرة انبارح ظهر بيرامدز وتعادل مع بيتروجيت بهدف لكل فريق هدف اهداف الاجانب شيكودي سجل وتعادل فيستوم مايلي فاز الاتحاد ايضا بهدف الاجنبي ابي على فاركو بهدف دون مقابل فاز الزمالك بتلت اهداف مقابل هدفين على البنك الاهلي في مباراة ضربات الجزاء تلت ضربات جزاء اتنين للبنك الاهلي تم تسجيلهما وواحدة للزمالك فاز بها في الثواني الاخيرة ايضا سجلت النهاردة اخر ماتشين زي ما شفنا واتكلمنا لإسماعيلي تعادل مع غز المحلة وفاز الاهلي على سيراميك ريبادرا خمسة اتنين في هذه الجولة شفنا دور الجمهور اللي بيويري لك قد ايه انه الكرة فعلا مهم جدا نهاية تكون للجمهور واللي بيبين لك كمان نتائج وثمار فكرة زيادة عدد الجمهور في الملاعب في نهايات الموسم الماضي لانه شفنا رسائل مهمة جدا ومؤثرة جدا من جمهور الاهلي والزمالك والإسماعيلي من غير ترتيب بإمبارح جمهور الزمالك كانت رسالته داعمة بقوة لمديره الفني جوزي جوميز واللي رفعوله بانر كبير جدا في المدرجات بيقولوله انت تقاتل كالفرسان يا جوميز رسالة دعم من جمهور لمدرب لسه خسران بطولة السوبر المحلي لكنه قبلها كان كسبان السوبر الأفريقي ويعلمون جيدا كيف يتعامل مع ظروف الفريق حتى أنه وصف بأنه برتغالي زمالكاوي الأصل دي كانت رسالة من ضمن رسائل الجمهور في المباريات بتاعة الجولة الأولى الإسماعيلي كمان النهاردة كان عنده رسائل مهمة جدا للاعبي غير الهتافات الداعمة والمؤذرة طوال المباراة ففي الديه التمنى رفع جمهور الإسماعيلي اللفتات أو الموبايلات بكشفات الموبايلات وده إحياء لرحيل الراحل الكبير الكابتن إيهاب جلال بقميسه برقم قميسه رقم تمانية اللي ارتداء حينما كان لاعبا مع الدرويش في الدقائق الأخيرة وبينما زاد ضغط الإسماعيلي على المحلة لتسجيل التقدم هتف الجمهور إلعابه يا شباب علشان خاطر إيهاب نادر فرج بعض المباراة كان رجل المباراة فاحتفل باللقب وهو يحمل قميس مدربه الراحل الكابتن إيهاب جلال ودي صورة بعدسة الزميل المتقلق محمد يحية أما جمهور الأهل النهاردة فبينما وجد أن لاعبي لا يقدمون الأداء الأمثل في الشوط الأول من المباراة هتفوا سريعا ومبكرا بالدم بالروح الدوري مش هيروح فيما قالوا إصحى فوق في رسائل أرسلوها للأهل فتقدم في الشوط الأول وعاد لأدائه الجيد في الشوط الثاني وفاز بخماسية كبيرة في نهاية المباراة تعالوا مع بعض نستعرض جدول الدوري لأن كل جولة ممكن تقلب الدنيا تماما في حسابات مين هينافس للفوز بالدوري ومين هينافس من أجل البقاء في المسابقة يلا بينا نشوف جدول المسابقة المركز الأول هو بيتصدروا الأهلي بسبب الأهداف ليه خمسة أهداف وعليه اثنين سموحة ثلاث نقاط زيه زي المصر بور سعيدي زي الزمالك زي الاتحاد أدي أول خمس فرق اللي كسبوا الماتشات بتاعتهم يأتي بيرامدس في المركز السادس بنقطة خلي بالك اللي هيفقد نقطتين أو تلاتة هيزعل جامد وهيضغط قوي بقية الماتشات بيترو جيت نقطة الجونا نقطة ام بي نقطة مودرن سبورت نقطة زاد افسي نقطة الإسماعيلي نقطة بعدين ندخل بقى للفرق اللي خسرت فنلاقي غزل المحل مع نقطة طبعا بالتعادل النهارد البنك الأهلي صفر فاركو صفر حرس الحدود صفر طلعي الجيش صفر سيراميكا كريباترا صفر وهو الأخير بسبب استقباله لخمسة أهداف سالب ثلاثة الفارق في رصيده على ذكر فوز الأهلي على سيراميك كريباترا فتعالوا نشوف ماذا قال المديران الفنيان بعد المباراة والبداية مع مارسيل كولر اللي كانت تصريحاته كالتالي مباراة اليوم كانت مفتوحة وكانت من ممكن أن تنتهي بعدد أكبر من الأهداف بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف التقدم لكن الشوط الأول يعتبر الأسوأ منذ قيادتي للفريق محمد الشنوي كان رائعا جدا اليوم وأنقض الفريق في وقت حرج تحدثت مع اللاعبين بين شوطاي المباراة طلبتهم باللعب الهجومي ونجحنا في التسجيل قال يوسف أيمن لم يتدرب بقوة خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لارتجاج لياقاته البدنية والذهنية لم تكن في أفضل حال قال ياسر إبراهيم وأشرف داري تعرضا للإصابة وغيباء اليوم عن المشاركة مع الفريق أمامه سيراميك ريباترا سعيد بما قدمه طاهر محمد طاهر في المباراة أي مهاجم يحتاج إلى تسجيل الأهداف ليعزز ثقته بنفسه والرجل واثق أوي في طاهر قال طاهر بيدافع بشكل جيد ويمتلك شراسة هجومية ويقلق فرصا لزملائها ملمحش بالمناسبة لأن كهربا مصاب إنبارحة قال أنه مصاب لكن هو الرجل ما جابش سيرة خالص أنه مصاب ومعلومتنا أعتقد أنه فعلا مش مصاب أما الكابتن أيمان الرمادي ما شفتش أنا كان قلي فتعالوا نقرأ مع بعض قال مباراة الأهلي من أغرب المواجهات التي مررت بها في مسيرتي الشرط الأول كان مختلفا تماما عن الثاني لا أعلم ماذا أقول عن هذه الأحداث الغريبة كل شيء كان في صالحنا في الشرط الأول لكن الأمور انقلبت تماما بعد الهدف الثاني للأهلي الذي كان عكس اتجاه المباراة وغير شكلها أصرحات واقعية حتى الآن بيقول أتحمل مسؤولية الخسارة كنا جيدين في الشرط الأول كنا نهاجم بصورة جيدة ضياء الفرص خلق حالة من عدم الارتياح وفي النهاية وجدنا أنفسنا متأخرين بهدف في الشرط الأول يجب مراجعة كل ما حدث والتحلي بالثبات الانفعالي ومعالجة الأخطاء رسالة مهمة جدا من مدرب قدير تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة التماسك لكن للأسف استقبلنا هدفا من الأهلي في الثواني الأولى من الشوط الثاني مما أثر على أدائنا هو بصراحة توقيت الجولين سواء التاني أو التالت سهلوها قوي على الأهلي وصعبوها قوي على السيراميكا كريو باترا قال كمان كابتن أيمان الرمادي سوء التوفيق أو غياب التوفيق وغياب التركيز كاناء السبب في الأداء المتبين يجب أن نولي اهتماما بالتفاصيل كانت مباراة مزعجة من حيث الأحداث بالنسبة لنا واختتم أن الحالة الذهنية مهمة بالنسبة لنا عندما تستقبل هدفا يجب أن تكون قويا ولا أعتقد أننا سنفوت ما حدث اليوم إذا شاهدت الشوط الأول ستشعر أن المباراة كانت مختلفة تماما في الشوط الثاني من الصعب أن يظهر فريق بوجهين مختلفين بهذا الشكل عندك حق تماما يا كابتن أيمان وبالتالي دراسة الأمر هو اللي هيوصل لعدم تكرار هذا الأمر علي معلول واصل التدريب منفردا مع الفريق الأحمر بعيدا عن التدريبات الجماعية وفي توقيت منفصل عن تدريبات الفريق في استمرار لموقف حدث في الأيام الماضية بعد الأحاديث عن نهاية رحلته المحتملة مع الأهلي بقرار سيصدر في يناير إما بالاستمرار وإما بالرحيل أخيرا قبل ما نسيب الدوري وقبل ما نسيب اللي بيحصل في الدوري فتعالوا نقول لكم حاجتين سريعتين إن بارح عجبني أو أكتر ما لفت نظري في تصريحات المدير الفني للزمالك جوزي جوميز هي نقطتين النقطة الأولانية الرسالة اللي قالها بأنه بيحمد ربنا أنه عنده أكتر من لعيب بيلعب فيه أكتر من مركز الرسالة دي الحقيقة توضح لك تماما أنه قائمة الزمالك ليست مكتملة والزمالك يمكن عنده ست ماتشات تقريبا أو سبع ماتشات لحد يناير اللي جاي أعتقد أن الزمالك هيحاول فيها بكل ما يستطيع أنه ما يفقدش النقاط يعدي الدنيا علشان بينتظر يناير لسد ثغرات واضحة في الفريق سواء على مستوى الأجنحة أو على مستوى خط وسط الفريق أو حتى على مستوى الدفاع مبارح محمد حمدي بيلعب كجناح أيسر بينزل مكانه مشلاك الذي لم يظهر حتى الآن بصورة منتظرة منه من جانب الجماهير فاتوح كمان لما نزل شارك كجناح في وجود بنتيك كظاهير أيسر فاتوح بيشارك لأول مرة منذ أزمته التي لم تنتهي بنسبة 100% حتى الآن فيما يخص الأحكام القضائية وبالتالي دي نقطة بتبين لك أن جوزيجو ميز بيلصم الفريق رغم موجود عناصر رائعة زي ناصر ماهر والمبدع عبدالله السعيد في صفوف الفريق زيزو ومحمد حمدي إصابتهم مختلفة لكن أعلنها الزمالك عن طريق الجهاز الطبي والدكتور محمد أسامة في الساعات الماضية فإصابة زيزو عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى بيغيب أسبوعين بيرجع بعدها التدريبات بحسب ما قال الدكتور محمد أسامة ومحمد حمدي جزع في الرباط الخارجي للركبة برضو بيغيب عنها أسبوعين ثم يعود إلى التدريبات الجماهية حسب ما قال الدكتور محمد أسامة طيب أخيرا تعالوا نقول لكم ما تشات الجولة الثانية في الدوري قبل الفاصل الجولة الثانية من المسابقة تنطلق بعد ست أيام إن شاء الله وهي كالتالي فيها غزل المحلة يلتقي طلاعي الجيش ده يوم الخميس الاتحاد السكندري مع حرس الحدود سموحة مع الزمالك يوم الجمعة بتروجيت مع مودرن سبورت اللي أزقناها في بعض مودرن سبورت كده إمبي مع بيراميدز الجولة الثانية في المصري البورسعيدي برضو مع الجونا البنك الأهلي مع فاركو سيراميك ريباترا مع الإسماعيلي دي ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتز أخيرا سريعا جدا بدأت البيانات الخاصة بالتحكيم ولكن فيها يختر الأهلي اتحاد الكرة بضرورة تنفيذ وعده لو تفتكروا لما الأهلي قال إنه عايز حكام أجانب في مباراة السوبر بعدها لقينا الحكام مصريين والأهلي ما اعتردش قلتلكم إن القصة دي الأهلي قال فيها لاتحاد الكرة أنا موافق إن الحكام بتوع السوبر يبقوا مصريين بس مع إنك توعدني إن لجنة الحكام يبقى رئيسها أجنبي بدأ الدوري وبعد أول جولة قبل أول مباراة للأهلي أصدر الأهلي هذا البيان اللي جاء فيه ما يلي أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي كما طالب النادي أيضا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة لحد هنا الكل بيتطفق أعتقد يعني مش فكرة أجنبي ولا مصري فكرة أنه لازم إذا كان أجنبي والأهلي كان طلب ده من فترة واتفق فيه مع اتحاد الكرة هو والأندية عليه لازم يتوفر له الأجواء الصحية اللي بتساعده على النجاح أشارة هنا بقى الجزء الأخير في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم إيه هو اللي قادم ده اللي تنذر به يعني تنذر أن المتشات هيبقى فيها أخطاء مؤثرة على مستوى المنافسة البيان ده جي بعد ساعات من نهاية مباراة الزمالك مع البنك الأهلي اللي شهدت ثلاث ضربات جزاء اختلفة واتفقها على صحتها بالنسبة للثلاث ضربات سواء ضربة الزمالك شفت أراء مختلفة أنه هل فيها فاول ولا مفهاش فاول قبل لمسة اليد اتحسب الضرب الجزاء أنا بشوف أنها ضرب الجزاء في الضربتين بتوع البنك الأهلي الأولى بتاعة بنتيك البعض قال إن الدفعة مش قوية أو الزقة مش قوية أو الشدة مش قوية ليه على الكتف والبعض قال إن هي لا تستدعي أو تستدعي أنا بشوف أنها ضرب الجزاء اللي بشوف أنه ممكن ما تكونش ضرب الجزاء بتاعة عواد إنه هو مع يوء النور لكنها باللجوء إلى البار الضربات الثلاثة تم احتسابها من جانب حكم المباراة الكابتن محمد عادل بما رد اتحاد الكرة على بيان الأهلي سألناه فكانت إجابته لما ييجي المجلس الجديد اللي هو أيه كمان شهر ونص ولا حاجة يفتح باب الترشح كمان كم يوم هو المسؤول عن تولي هذا الملف ييجي بقى الخبيل الأجنبي وينفذ الوعد اللي إحنا وعدناه زي ما الأهلي بيقول ييجي هو لكن دي مش مسؤوليتنا ومش هنعرف أن احنا ننفذها في هذه المرحلة يلا بينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرحب داخل الستوديو بالكابتن أسامة عرابي النجم النادي الأهلي وقائده الكبير السابق لكن قبلها تعالوا نشوف في 90 ثانية ماذا حدث من أحداث هذا اليوم الأهلي يفوز على ر اي جي الرواندي 93-68 ويتأهل لنهائيات البطولة الإفريقية لسيدات السلة الأهلي يغلق باب الترشح على منصب نائب رئيس النادي أحمد حمدي يبدأ المرحلة الثانية للتأهيل من إصابة الرباط الصليبي إياد العسقلاني يدعم الإسماعيلي أمام غزل المحلة بيرامد زيافوز على سمنود بثمانية نظيفة وديا استعدادا لمواجهة أمبي طلائع الجيش يستعجل تشيرشيل الهندي لإرسال بطاقة أوغانا قبل مواجهة المحلة العطار يعقد جلسة مع الكأس لإنهاء الترتيبات استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا وزير الرياضة يلتقي رؤساء ومسؤولي أندية الإسكندرية لبحث المشكلات العالقة سيمانيو وميبيومو لاعبي بورلموث وبريندفورد ضمن خطط ليفربول بالمركات الصيفي سام مورسي يصنع هدفا في تعادل إبسويتش تاون مع ليستر سيتي واحد واحد بالدوري الإنجليزي أهلا بيكم مرة تانية في الماتش النجم الكبير جدا نجم الكراءة المصرية والنادي على أهل السابق وقائده الكابتن أسامى عرابي منور الدنيا كابتن أسامى الله يخليك أنت منور يا هاني وأهلا وسهلا بيك وبسدر المشاهدين أخبارك إيه؟ الحمد لله كل كويس؟ أه الحمد لله ماتش وصف الشوت الأول فيه كولر بأنه أسوأ شوت منذ تولى مسؤولية الأهلي وصفه الكابتن أيمان الرمادي كمباراة كاملة بأنها من أغرب المباريات في مسيراته التدريبية ما بين الوصفين شفت أنت إزاي المباراة؟ ما أعتقدش أن لا أسوأ ماتش في تاريخ النادي الأهلي وقال أسوأ شوت أسوأ شوت يعني لا في أشوات لعبناء أو حش من كده فعلا؟ أه طبعا طبعا كولر بقاله كامس موسي مونوس لا في ماتشات لعبناء أوحش من كده طبعا زي فاكر حاجة منها؟ ماتش الزمالك بتاع السوبر الإفريق تمام كان أسوأ من كده بكتير متفق لا فيها حاجات كتيرة بس أنا مش أفتكيرها بس هو طبعا انتباع المداري بساعة الماتش ممكن يقول أي تصريح سواء سليم أو غلط وأيما نفس الشي بقول أغرب ماتش في التاريخ لا مش أغرب ماتشات كتيرة بتمشي كده انت لعبت الشوت الأولاني كويس جات لك أربع أو خمس فرص تكسب أيها يا إما ضيعت الفرص برعونة منك أو بتقلق من الشناوي تمام وما دفعتش كويس ببداية الشوت الثاني فالأهلي جاب بالجوني الثالث وخلاص الموضوع يتفتح طبيعي بعد ثلاثة واحد ممكن جدا النادي الأهلي زي ما عمل كده ضف جونين وكان ممكن يضيف تاني لأنه مساحات بقت مفتوحة في دفاعات سيراميكا بدرجة كبيرة فطبيعي أنه ممكن تستقبل كده وخاصة أنك بتلعب النادي الأهلي مزبوط فالوصفين معلش هو طبعا المدير الفني اللي هو كسبان ممكن يقول كده بعد ما كسب الشوت التاني والتاني الخسران بوقي يقول أغرب ماتش طب ما تيجي بقى نتكلم احنا عن المباركة نمسك الشوت الأول الأول لأنها فعلا المباراة متحولة متحولة مختلفة خالص على مدار الشوتين طب طب كيف تفوق سيراميك ريباترا في الشوت الأول ولماذا ظهر الأهلي بالمستوى ده في الشوت ده الأهلي البداية كانت قوية وسريعة اه وخطأ كبير من بيكهم حسين الشحات قدر يستغل في بداية الشوت كرة اللي بيكهم بلعبها بالعرض اه يعني هو طبيعي انك بيتقل بالذات في المدافعين اه لما بتكون انت على الجاي من بره ما تلعبش كرة الجوة لغير ما تكون ضامن مية حتى المعلقين واحد صغيرين كان دايما بيلوها لنا بيلوها في المتشاك اللي بتكون ضامن مية في المية صح انت لعبتها حسين قدر يتوقع وانت لعبتها تمريرها مش مظبوطة لزميلك داس عليها بقت هيقيت له فرصة التزديد بسامكة لسه وضعه مش مظبوط طلع فتح الجون تزديدة قوية جدا من حسين الشحات هما سبع تمنده النادي الاهلي لعب بكمية جاري كبيرة وعايز يضغط من قدام وفعلا تحقق له ده بعد كده المباراة حولت تماما يعني بنسبة تسعين في المائم الشوت لسيراميكا فرصا سيطرة وصول لمرمش الناوي حيوية تماسك كل حاجة تحركات تحركات كل حاجة النادي الاهلي فقد السيطرة على وسط الملعب تماما ايه سبب فقدان السيطرة؟ سبب لكذا حاجة او اولا بالحج وصادق والقندوسي والزهلكة طبعا كانوا لعبها اطراف وعادل كانوا قدام المدافعين كانوا افلين في نص الملعب كويس تحركوا كتير قوي في المقابل انت الخماس بتاعك باستثناء حسين الشحات ومروانة عطية الباقي ما كانش في الحالة الكويس لا كوكا ولا امام ولا طاهر طاهر تتحسن الشرط التاني بسأل بكالي مع الشرطة الاولان لا فوق ماشي واكرم ليهم ويحيى عاطية الله ليهم البكين اللي هم بيفروض انه بيسندوا في نص الملعب وبيسندوا في التلت الامامي ما كانش ليهم اي دور في وسط الملعب ولا في الناحية الهجومية تقريبا يعني مزبوط فامتلك فرقة سيراميكا امتلكت نص الملعب تماما بالحج بتحرك براحته صادق بتحرك براحته كندوسي ناحية الجناحة اليمين فتحها يعني مساحات رهيبة ناحية التانية زلكة معدي على طول فخر لكاي يعني بتحرك بين السيرتباكين كويس فهم امتلكوا وجالهم يعني احنا لو عدنا للفرص يعني في واحدة زلكة اتعملت من هجمة مرتدة حلوة جدا كندوسي لعبهله هو ما خدش قرار يعني حسين الشحات لما جون الرابع جيبتها الامام عملولو حسين واخد قرار واحدة بالزبط زلكة يعني جاية له كان ممكن يحطه والشنوي جاي هو لسه بيسند كان الشنوي قفل قفل فهو يعني سوق تصرف من زلكة وتقلق من الشنوي مظبوط برضو بتاعت قندوسي قندوسي برضو نفس الشيء طولت زم واحدة منه اه يعني هو من بدري لو حطاها كالجوه صح هو حطاها في آخر لحظة بسن الجزمة والشنوي طال الشنوي طبعا تقلق فيها وهو الاتنين يعني فيه تقلق من الشنوي ورعونة من المهاجم رعونة أو عدم تصرف جيد من المهاجم دي واحدة بقى دي بقى لحاجات بقى لإيه مش محصوصين فيها يعني طلق دي فيها رعونة اللي هي مثلا اتلعبت للقندوسي من الشمال وحطاها ضربت في ضهر ربيعة وتلعت من جنب القائل دي ممكن لو ما ضربتش في ضهر ربيعة دي بقى دي بقى عدم توفيق اه مفهوم فيه واحدة برضو لفخر لكاي الشوطة اللي شلعها الشنوي الشوطة اللي شلعها الشنوي طلعت بغرابة لأنها على الأرض ارتفعت لفوق العرض دي جريبة جدا يعني هو مفروض اللي ارتفعت تخش في الجون يعني من إيدي الشنوي على الأرض للجون للمرمى دي طلعت يعني خلي بالك الشنوي على خط المرمى تريد منه أو قبل خط المرمى بيارضة يعني إن هي تخبط من تحت كده وتطلع فوق العرضة ايوه صعب يعني دي عدم توفيق كبير لفرق السيراميكا ولفخر لكاي طيب فالفرص تتالت ايوه لسيراميكا لكن هما ما استغلها ايوه هل ده ممكن يكون سبب لهم الإحباط خصوصا إنه بعد كل ده الجل الأهلي هو اللي بيجيب الجل بص الماتشات في الدنيا كلها بنتفرج فيه ماتشات بيحصل فيها كده اه مظبوط بأنت لازم تبقى متماسك بتضيع فرص وبتهاجم إنه انت فاهم إن المباراة تفضل ماشية طول الوقت على الواتيرة دي انت أولا حتى لو بتلاعب فرقة أصغر من الأهلي ده ممكن ما يحصلش الماتش بساعات بيحصل التقلبات فيه صح فأنت ما استغلتش الفرصة اللي كانت سانحة قدامك إنك فيها تجيب جنين ثلاثة ايوه ما استغلتهاش الكرة فيها كده الأهلي عمل هجمة فاول وهده برضو من التوفيق بس مع احترام الكامل أنا برضو محمل بسام في الكرة دي جزء كبير من الهدف ليه لأنه جاري بدري قوي يتحرك بسرعة قوي فملاحقش يرجع نفسه وحتى لما رجع نفسه ومحطش إيده جامل مزبوط يعني هو كان ممكن يتصرف فيها عصب من كده فهي دي فيها توفيق للنادي الأهلي بتشاطت من بسام من وسام بشكل كويس وكل حاجة ولكن ممكن جدا كانت تضرب وتطلع بره ممكن تضرب مباشرة وما تحاولش اتجاه مزبوط فهي بقى التوفيق جيه للنادي الأهلي هنا إنه هو حتى والهجمات كانت كتيرة عليه والفرص كانت أخطر عليه وفق في إنه في الثانية الأخيرة أو في الديئة الأخيرة يطلع كسبان الشوت الأول وسام رجل المباراة سجل في نهاية الشوت ثم سجل في بداية الشوت وصنع كمان هدف حلو قوي الصناعة لطاهر محمد طاهر هدف الدوري في السنة اللي فاتت قال طبعا حلم جديد ليه إن أنا بقى الهدف السنة دي شايف فرصه سام السنة دي إنه بقى الهدف عامل الزي فرصه كبيرة جدا كبيرة لأسباب كتير أولا هو العيد كويس مهاجم كويس بيلعب بيجيب جوان بدماغه بيعرف بيجيب جوان برجله اليمين والشمال تحركاته بقت فيها خطورة داخل الصندوق ثانيا بيلعب مع فريق فرصه في الهجوم 80-90% من المقاط أي يعني أنت بتتكلم طبعا السنة دي مش 34 ماتش لكن أيا كان عدل المساعد 26 أيا كان إنه دي الألف معظم من الماتشات 80% مهاجم يعني فيه كورا عرديهم اليمين فيه كورا عرديهم الشمال فيه كورا عرديهم بينية في العمق ولذلك أنا كنت باستغرب جدا أو مش محب بحب زي هاش ما احترامي لكل المهاجمين يعني باستغرب إنه مثلا مهاجم يجي من فرقة مثلا بتهبط أو فرقة في نص الجدول ويبقى هتدفع على فرود الأهل أو الزمال إزاي؟ ده أنت بتجيلك فرص يعني هو ممكن فيه ماتشات ما بيوصلوش للجول مظبوط أو يعني الفرص اللي بتجيله نادرة لكن النادر الأهلي أو الزمالك أو الفرق الكبيرة يعني برامز وخير بتخلق فرص كتير فطبيعي إن المهاجم يكون فرص التهديف عندك متاحة لك كبيرة فهو مميز جدا وبيلعب مع الأهل فطبيعي إنه الفرصه اللي هتدفعه ريفة اللي ممكن يكون آلو كولر بين الشوتين بعد شوت هو شايف إنه من أسوأ الأشوات اللي قدمها في مسيرته مع الأهلي أنا معرفش أسلوبه في الكلام إيه أصلاحنا المدربين بيختلفوا في مدرب يخشف حاجة زي دي بيشوت في الدنيا كلها وفي مدرب بالعكس يحمس وفي مدرب مايفتحش بقه في كلمة يعني أنا مثلا مرة مثلا في ماتشات كنت بشتغل مع مستر مانو الجوزي أوقات كان يعني في اللعبة جدا وأوقات كان يبقى هدي جدا وفيه وقت ما بيقولهمش حاجة يعني يخش يخبط في الترابيزات كده ومتاعوا يزع يعني كده وخلاص يسيبهم يسيبهم كده قاعدين هم نفسهم خلاص يلوموا نفسهم ويفهموا اللي هم عملوه بين الشوتين بينزلوا بدوافع مش طبيعي فكل موقف أنا ما قدرتش أقول لي هو قال لهم إيه أنا بتكلم تبقى لردة الفعل اللي شفناها في الشوت التاني عشان للنادي الأهلي ما أنت برضو خلي بالك أنت كبرياء الأهلي خلي بالك أنت المدير الفني مهم وكل حاجة للنادي الأهلي ولكن ما تنسياش الاسم الأهلي الأول دي دي حطت وراء خمسمائة خط موضوع أنك أنت بتلعب في النادي الأهلي دي دي حاجة كبيرة جدا أنت اللعيبة خلي بالك عارفة أن هي بتتقيم في السوداء التحليلية حالفة أن هي بتتقيم في كل الوارات في المدرجات وفي الأهلي وفي البيوت في البيوت وفي السوشيال ميديا مزبوط فهو اللعيب الأهلي مهيئ أنه أنه ماشي المدير الفني طبعا ليه تدخل وقال ليه كل حاجة ولكن فيه حتة بتاعتنا للأهلي فيه جزء بتاع التربية في فرقة الأهلي وأنك أنت بتلعب على بطولات وأنك أنت معرفش بقى هو بالزبط عمل إيه تحديدا الله أعلم بس ما فيش شك أنه الجون اللي جيه في آخر دقيقة لو تعويسان كان ليه تأثير طبعا على الاتنين طبعا أصلا أنت لما تخرج مثلا أنا بلعب أداء مش حلو وبعين خارج متعادل غير لما أنا حتى بلعب مش حلو وكسبت وفي المقابل الإحباط اللي بيتصدر للفريق اللي كان بيلعب كويس أحيانا آه ممكن يتصدر له آه ده أنا عملت كل دي في الآخر أطلع مغلوب بس دي مش مفروض تاخد منك وقت لأنها في الكورة بتحصل عشان كده أنا فرقة سيراميكا طبعا بحيي أن فرقة النادي الأهلي جدا ومبروك وقال في مبروك لجماهير الأهلي وكل الناس اللي شغالة وكده نتيجة كبيرة خمسة اتنين آه لكن في كفاءة من النادي الأهلي وفي عدم انضباط من فرقة سيراميكا أيوة عدم انضباط طبعا لأنه كابتن أيمن بعد الماتش قال أنا هدرس وحاول عالج فبتقييمك أنت عدم انضباط طبعا هاني الكورة مش هجوم بس الكورة فيه وقت ممكن قعد ربع ساعة تلت ساعة بداية فعلا مزبوط انت أول عشر دقايق انت مخترق نهاية الماتش من كل الاتجاهات من كل الاتجاهات انت مخترق من كل الاتجاهات ومش معنى أنا لعنت الشوت الأولاني كويس انت بتلعب النادي الأهلي صح فمخترق ده انت أول كورة تاك طاهر راح ويسام حطيتها التالت فخلاص الماتش ده 13 ثانية بالمناسبة ايه قصة سيراميكا انه بيستقبل أهداف مبكرة كده يعني الشوت الأول بعد 13 ثانية في ماتش السوبر قدام الأهلي أربع دقايق الماتش ده ثم 13 ثانية الشوت الثاني هل ليه علاقة بفكرة تمركزات اللاعبين وقت الصنطرة أو في البدايات أو التعامل النفسي مع الماتشات طبعا بصوا هم بلعبوا كورة حلوة ما فيش شك في كده ولكن بلعبوا كورة حلوة هجوميا لكن دفاعيا مخترقين وسهل يجي فيهم إجوان ما بلعبوش الماتش يعني يعني انت فيه وقت زي ما قلت لك في الماتش حتى لو انت بتلعب أهلي زي مالك بيرامز ريال مدريد لازم ترجع وتلزم تهدى شوي طبعا لازم فيه وقت لازم انت تبقى بتقفل خطوطك الاختراقات تبقى ما تبقاش بسهولة لكن ان انا ابقى يعني ايه مختارق سهل من الاطراف ومن العمق واخطاء واجهة طبعا هاييجي هتستقبل إجوان بالذات لو بتعب فرق كبير فهو دي عندهم نقطة سلبية طبعا انه هو يعني الشوت التاني بتدو يعني عافي انت لو ايه يعني مريح والآهل نزل بشراسة غير طبعية فخطفوا جولة التالية في عشر ثواني يعني هو خارج الشوت الأولين في الديها الأخيرة جول اتنين واحد وفي أول عشر ثواني شوت التاني خلاص الماتش تفتح خلص الماتش ما بقاش صعب للأهلي بعد تلاتة واحد الماتش خلاص تفتح للأهلي بين الشوتين من ضمن اللي عملوا كولر التغييرين اللي عملهم خرج كوكا ويوسف أيمن عايز سألك عن الاتنين بس هبدأ بيوسف الأول لأنه هو أول ماتش يلعبه أساسي وهو كولر قال إنه ما كانش بيتمرم بكامل قوته علشان بعد الارتجاج اللي حصل في مباراة الزبالك لكن يوسف فعلا كأداء كلنا اتفقنا قبل التغييره ما تحصل إنه ممكن يكون أول واحد بيتبدل هو بيشارك النهاردة في إصابة ياسر إبراهيم شفت إزاي اللي قدمه يوسف طبعا يوسف لسه زي ما قلنا هو لسه راجل جاي يعني عدد ساعات تدريبه مع الفرقة مش كبير هو كمان يوسف معترمنا الكامل اللي هو اللعب كويس وكل حاجة بس مش نجم كبير يعني مش حد جايب فلسه بداياته هتاخد وقت مع الناس هو لسه بدايته فما قدرش أحكه مع لي 100% ممكن ما يكونش موفع النهاردة ماشي لكنه عنده مقاومات كويسة الله أعلم بقى هنشوف إيهي المقاومات يعني عنده أولا قلب تفاع عنده طول كويس استلامه وتسليمه كويس مش الآن بس هو ممكن يكون لسه مش مزبط يعني أداءه مع الفرقة لسه مش مزبط من المراكز اللي صعبة تتغير أثناء اللقاءات يعني قلب الدفاع ده مش من المراكز يتتغير بسهر يعني أكثر الناس بتتغير مواجمين الأجنحة اللقاء خط الملعب حتى البكات اللي على أطراف نادرة نادرة إنه بدأ بالماتش بما إنه بيقول إنه مش جاهز ولا ده تصليح من أجل حمايته ممكن حمايته ممكن حمايته مش جاهز يبقى دي مشكلتك أنت مش جاهز يعني لسه ما تجهزه وبتلعبه دي مشكلتك أنت لكن إنه يلعب لا طبيعي أي لعيب جيه دخل الفرقة من أول ثانية ممكن يلعب وأنا بالذات كمان المحترفين أنا بالنسبالي محترف ممكن يجي مبارح بالليل ويلعب تاني يوم الصبح طبيعي أي ما تقوليش أنا أصلا أنا مجاهزة وست شهور أصلا جايلي مش عارف رجع مش عارف من إيه لأ إنت مش تري محترف العيب محترف بدفع في الدولارات ودفع في فلوس كتير جدا ده يجي كده يلعب تكرار وتجدد إصابة أشرف داري بيقلقك أه طبعا أه طبعا بص أشرف داري ما فيش شك أنه لعيب كويس يعني سواء شوف نمع الفرقة المغربية أو المنتخب لعيب كويس وحتى قوام جسمه وهو أنا طبعا عارف أذاؤه كده لعيب كويس بس كتر إصابته طبعا تقلق تقلق شوية يعني لكن نتمنى له أنه هو يتعافى لأنه هو مهم وخاصة بعد راحي الرام بعد راحي الرام محمد عبد المناء مضبوط محمد عبد المناء يعني رامي وياسر هيلين وكل حاجة أشرف داري معهم بس محتاج بديلهم يكونوا تؤال ويوسف أيمان لسه يعني مش بخبرة أشرف داري طبعا إصابات تقلق لو هي تكررة طبعا محمد عبد المناء من النهاردة شارك أساسيا وساهم في فوز فريقه ونيس على بريست في الدورة الفرنسي بهدف دون مقابله المباراة الرابعة على التوالي اللي يبدأها مدافع الأهلي السابق مع فريقه أساسيا ويكملها حتى النهاية بالصدفة مبارح قابلت خالد عبد الفتاح في الشارع فبقول له أنت السنة دي إيه بكي مين ولا مساك قال لي لا بكي مين سبحان الله الظروف خلته تاني يوم ينزل بديل للمساك فيلعب مساك بتشوف دور خالد عبد الفتاح إيه الأنسب لي هل بكي مين في وجود محمد هاني اللي هيرجع إن شاء الله رايب وأكرم توفيق عمر كمال ولا مساك في ظل رحيل محمد عبد المنعم وعدم وضوح الرؤية بخصوص داري ويوسف أيمن لا أقرب له القلب الدفاع أقرب له قلب الدفاع أقرب له هو خالد مكتهج جدا ونشيط وحيوي لكن لما بلعب في الظهير أنا من وجهة نظري ما عندوش دقة في الكرات العرضية ما عندوش الحاجات اللي هي بتتعامل من البك والمهاجمين في الوان تو هات ويدخل العمق ويسدد يعني ما عندوش الحتة دي ممكن يكون دفاعيا ماشي مكتهد وحيوي ونشيط فهو أنسب له أن في قلب الدفاع في الرقابة في التغطية في النوع يعني دي وجهة نظري لكن أنت أحيانا بتستخدمه كزهير وأحيانا بتستخدمه كقلب الدفاع وده مطلوب أنه من المميزات أن يكون عندك لعيبة بتلعب في أماكن أكتر من مكان وأي فرقة بتتكون مفروض أنه على الأقل تلتها مثلا يكون بيلعب في مراكز مختلفة طبعا لأنك ساعات بتبدل حتى من الداخل جوة ملعب نفسه مزبوط اه يعني غالبا بيبقى القلب الدفاع ممكن يلعب وسط مدافع ممكن يلعب زهير الزهير ممكن يلعب قلب الدفاع الجناح ممكن يلعب تحت راس الحرب ممكن يلعب راس حربة فلازم يكون عندك بعض العناصر اللي تقدر تلعب في أكتر من مكان طاهر محمد طاهر بتشوف إزاي أداءه مع استمرار مشاركته أساسي مع الفريق هو بص أي حد يتحسن ولكن أنا طاهر بس يعني مكتهد وكل حاجة لكن هو بس فيه حاجات أحيانا بتأثر في أداءه في جزئية الرعونة شوي بمعنى يعني الدقة في النهاردة مثلا عمل الكرة العرضية حلوة جدا هو عرضياته دايما متميزة وعمل العرضية بتاعة إمام عشور بيمينه بشماله بالمناسبة عملها كويس قوي ولكن فيه أوقات كتيرة بيبقى مستعجل قوي يعني كرة عارف بتجريه مش هو اللي يعني مش هو اللي بتحكم في الكرة يعني مش أقدر أقولك بس يعني مش هو اللي بتحكم في رتم الكرة هو الكرة بتجريه مفهومة مفهومة الوصف فاهم أنا أقصد يعني أحيانا برضو أكرم توفق دعيبة دا ثقة ثقة ممكن تكون عدم استمرارية في اللعبة على طول يمكن لما يلعب على طول يعني هو النهاردة الشوت الأولاني ما كانش مواضح أداؤه عما هو أو إمامه مزموكة الشوت الأولاني الشوت التاني أداءه تحسن كتير جدا وجاب جون وعمل أكتر من كرة استمرار اللعب بطاهر النهاردة نزل بيرسي ورضا في آخر عشر دايد ديها تمانين شايف تأثيره عامل إزاي وتأثيره على طاهر على بيرسي ورضا اللي كانوا زعلانين بعد ما تشلعين وما احتفلوش مع الفريق ونحن نتكلم على اتنين أجانب من أجانب الفريق بص كرة القدم شعة تنافس وكل مكان هتلاقي فيه واحد واثنين وبالذات كمان في الفرق يعني فيه لعيبة في أندية صغيرة بتلاقيه هو وحش هو حلو هو بيلعب على طول يعني هو أدأه وحش هو أدأه حلو هو بيلعب على طول لأنه ممكن يكون في مكانه على نفس المستوى ممكن لكن في الأندية الكبيرة هتلاقي كل مكان فيه اتنين وثلاثة فيه تنافسية جمدة جدا فالجدع هو اللي يتحط وما يتشغلش ماشي يعني أنا قادر أقول المدير الفني مثلا فيه لعيبة تقول كده المدير الفني جاي علي المدير الفني ما بيحبنيش المدير الفني ماشي فيه جزئية فيها ممكن تمام ممكن يعني احنا شفنا ده وشفنا لأنها كمان حتى لو مش تسبك من الحب والكره القناعة أنا ممكن جدا فيه لعيبة عندي أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي وقريب القلب جدا وفيه لعيبة مش بحبه قوي بس أنا مقتنع أن ده ده بيفيدنا أكتر في اللعب مزبوط فملهاش دعوة بالحب والكره الشخصي يعني ملهاش دعوة لكن قناعة فأنت لو مش هتعرف أنك أنت بتلعب في نادي فيه كل شوية عنده صفقات بيجيبها أجانب وبيطلع من ناشئين وبيجيب لعيبة مصريين مش أجانب يعني وبيضيفها على اللعيبة الموجودة ده لازم المنافسة شرسة مزبوط فلازم أنت بس أنا هنا السؤال طاهر تبقى لتقييمك أنت أنسب ولا بيرسي أنا ما أصدرش أقولك بالمواطعات اللي قدامنا بص بص هو بيرسي هو الكل الأساسي وهو في السنتين الثلاثة اللي فاته هو الأساسي طاهر كان عامل مساعد مزبوط ممكن الوقت تتقلب متوقفة بقى على طاهر وعلى بيرسي مزبوط طاهر تقلق ومثلا فيه ماتشي جاب فيه جونين ماتشي فاته مثلا عامل الإمام النهاردة الشرط التاني كويس الشرط الأولاني ما كانش وماسك في الفرصة ماشي بقى بيرسي هيستنى عمل ما يرجع تاني المكان بيرسي كان في حالته الطبيعية اللي هي كانت السنة اللي فاتت واللي قابليها ومن عناصر المكسب للأهلي هو هيبقى رقم واحد الأهلي في يناير محتاج إزاي أتعامل مع ملف الأجانب الأجانب أنا أولا شايف أنه ريدا سليم مفروض ياخد فرص أكتر من كده يلعب يلعب ويشاهد مش دروري يلعب على طول ياخد دقيق أطول هو عامات الماتشات بقت كتيرة مثل أيام في التسعينيات مزبوط صح ماتشات بقت كتيرة فهيلعب يلعب يعني هيجيله لعب بس هو الجدع بقى أنه يمسك بفرصة فرضى أنا شايف أنه كويس الجناح كويس أنت ما عندكش أجنحة كتير بعد رحيل أحمد عبدالقادر بعد كأربا يعتبر قلب يعني راس حربة شو بزاي خروج كأربا من ماتش النهاردة خروجه زي يعني ما دخلش القيمة بتاعت المهار ما هو خلاص ما هو أنا قلت لك مستر كولا الهالو صريحة وحتى في وجود مودست أنت رقم ثلاثة فحصلت المشكلة بتاعت فرح الإمارات الإمارات الأخيرة دي فقعده وسن بيلعبه ماشي كويس فهو لسه ممكن ما يكونش رضي عنه كأنه يرجعه يسمحه لكن في اللعب لا أنا بقى هستنى عليك شوي فهي هتبن مع الوقت سواء من مستر كولار أو من كهربا يعني لكن أنا بتكلم على رضى صليب لعي كويس بيرسي كويس طبعا يعني ما تقدرش تقول بيقدي دوره يعني ممكن في حاجات أعلى من كده بس هو بيقدي يحيى أعطيت الله طبيعي وجوده موجود خاصة بعد إصابة معلول من تاني أجنبي أشرف داري أشرف داري معلول هيتأيد في يناير ولا هيمش ماشي عارف توقعاتك هو كده كده كان الشكل العام بيقوله يعني علي معلول آخر مسلم ليه تقريبا يعني قبل كده كانوا حتى يجددوه كانوا عايزين يجددوه سنة بسنة إنهم عملوا معنا احنا كلنا كده يعني أنا فاكر أنا في آخر 3-4 سنين كنت بجدد سنة بسنة 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 وغيري كنوش بيجددوه من سنتين وثلاثة فهو الكلام أنا قلت وهقولها وأفضل أقولها علي معلول واحد من أفضل أجانب اللجوم في تاريخ النادي الآن وكان دوره مؤثر جدا ولكن بحكم السن وبحكم الإصابة طبيعة الحال الدنيا بتتغير بس هو متضايق من كلمة بحكم السن دي لأنه شايف إن احترافيته والأداء اللي ختم به آخر مرحلة قبل الإصابة بتقول إنه قادر على إنه يكمل لحد الأربعين ده بحسب كلام زوجته لما كتبت البوست اللي مزعله كلمة تفكير في اعتزال أو سنة ما هو بص ما درش أقول إن دي بس عامل المعوق أنا واحد من الناس تمانية وتثلات سنة مزبوط أن الصحست لكي افغادة أربعين سنة مزبوط وفي ناس اللعب يعني كتير عبدالله السعيد هو بيلعب وداخل على الأربعين وفا ماشي يعني ما أحدش بيقول لأ بس بس السن في النهاية برضو هيبقى معوق أي مفهوم وأنت بتفكر في المستقبل بتبقى حاطة السن în ف� Corey طبيعا مش على فكرة كبناء فريق يعني كبناء فريق أساساً فيك تفكير كان التجديد يبقى موسم بموسم كان التجديد كده فيحيي أعطيت الله جي كويس أنا معرفش أعلم معلول حالته هترجع إيه بعد الإصابة يعني ربنا نشفيه ويرجع أحسن من مكان إن شاء الله فأنا شايف أن الأجانب إحنا محتاجين راس حاربة محتاجين راس حاربة جيدة في يناير طبعاً في يناير إنك إنت مش عارف هل وسام هيفضل بالحالة دي صح ولا لا صح طبعاً زي مطلك أيو أنت بديل وسام دلوقتي طهر يعني بالنظر لللي بيحصل قدامنا كهراما بيدخلش قوائم فبديل وسام هو لاعب ما بيلعبش مهاجم أصلاً بص بالتالي أولوية وجود المهاجم أنا في فرق بينما أنا هأدي المكان كتأدية مكان يعني هساعد إن أنا أدي وفي فرق إن أنا راس حاربة زي وسام كده أو زي عماد متعب أو زي حسام حسن أنا الناس اللي جات كراس حاربة فأوسام عايز له بديل ما فيش شك في كده حال مين أو إيه أحلى جول في الجولة الأولى أول ما قولك أحلى جول تفتكره يعني أول جف بالك أول ما قولت لك إيه اللي أحلى أصب فيه الجنة أديك أمثلة محمود حمادة مثلا شطة المصري الشطة اللي من قبل أاي가 جول ناصر ماهر من فاول عبدالله السعيد بالعرض جل من تاني في ماتش المصري برضو الارتو دي ماتش اسموحة عبدالكبير الوادي في ايه تاني جول كانت حلوة الجل بتاع الاهلي بتاع النهار ده واحد من الخمسة مثلا ممكن نقول المرتدة بتاعت البيانية بتاعت وسامل طاهر شاوي عادي لا اول عجبني برضو في اكتر من جون مثلا كرة حسينو امام اللي هي الرابعة لانها سريعة والتفويدة بتاعت وسام عملت سحر عملت رسمة حلوة للجول لا وتحطت امام حطها لحسين الشحات كويس وحسين ركانها مرة واحدة ده جون حلو تزديدة محمود حمد حلوة يعني في جون تزديدة برضو النهار ده حسين قرار سريع راحة حلوة يعني مش هقدر يعني يمكن دول اكتر جون ممكن تكون عجبتني انا عجبني جون برضو في استميالي بتاع بيرامدز امبارح في بيترو جيت ايوه الغامي التماس ولف بجسمه وحطها بالزاوية دايقة كان جول حلوة طيب اخيرا انا استعرض مع بعض قيمة افضل لاعب في المباريات التمانية اللي تلعبت او التسعة تقول لي ايه رأيك في مستوياتهم هما او هل استحقوها او مين افضلهم بقى افضل الافضل النهاردة مثلا في الاهلي انا شاف ان الشناوي ووسام احسن اتنين ووسام اللي اكسبها ماشي لانه الهداف طيب هستعرضك القيمة ماشي يلا قيمة افضل لاعب في كل المباريات اهي على شمالنا هنا على يمينك كابتن اسامة اه حرس الحدود وسموحة هنا هو حرس الحدود وسموحة كان رجل المباراة محمود صابر طلاق الجيش والمصري كان رجل المباراة سلاح محسن تسجل هدف محمود صابر بده كان نسجل الجونة وزد عاي لطفي اللي كان شيل بينالتي مودن سبورتو وامبي كان غنان محمد ايو فاركو والاتحاد كان محمود متولي اول مباراة بعد ما مشي من الاهلي بيراميز وبيتروجيت كان جبريل شيكودي اللي جاب جول في اول اربع دقايق لبيتروجيت الزمالي كلبانكي الاهلي كان ناصر ماهر الاسماعيلي وازل المحل النهاردة كان نادر فرج الاهلي وسيراميك كان وسام ابو علي مين احسن واحد بقى لقى افضل لعب في الجولة من وجهة ناظرك وسام ابو علي جايب جنين طبعا وعمل اسس وعمل اسس انا عجبني برضو في ماتس بترجيت حالس المرمى بتاع بترجيت صد اكتر من كرة في المباراة كان مؤسر على فكرة الاحسن الرجل في المباراة كتير اوه بنختلف عمر بصلاح طبعا حارس بترجيت له حارس سموحة والزمالي ساعات كتيرة جدا وانا بتفرج ممكن ما بقاش مختنع في الاختيار يعني ساعات بتتفق وساعات بيبقى لقى وجهة نظر مختلفة مختلفة لانه خلي بالك اللي بيختار برضو احسن لقى في المباراة هو يا امام رائب المباراة يا الكابتن عامر حسين يا الكابتن عامر حسين فاهمة برضو جاوه هو لسه هو اللي بيختارها كابتن عامر حسين احيانا 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 انا بسمع انا بسمع انا بسمع بكده بس احيانا ما بنفتتفق انه حسين احسن لقى في المباراة طيب في ظل الجولة الاولى وده سؤالي الاخير خلاص في ظل الجولة الاولى من الدوري شفت الزمالك وشفت بيرامدز بتكلم هنا على التلاتة تكلمنا عن الاهلي وبالتالي التلاتة اللي كانوا الاوائل في الدوري الموسم اللي فات شايف ازاي مستوى الزمالك وبيرامدز سريعا بيرامدز كان مفروض يبقى احسن من كده صراحة بحي سيد عيد في ماتش بترجيت رغم انه اول سنة ليهم عملوا ماتش كويس قوي وليهم كورتين اوفصايد او مسعي اوفصايد بس يعني اقصد كانوا بيهجموا كتير وهجموا بيرامدز كتير وبيرامدز ما كانش سيء بس بيرامدز مفروض يبقى حسن من كده مباراة الزمالك والبنك الاهلي نفس الشيء الماتش كان رايح جاي والبنك برضه بحي طريق مصطفى عملوا ماتش كويس جدا والزمالك قدر يحسن في اخر دي وده مش عيب انك تحسن في اخر دي ولكن الزمالك اداءه بيتحسن ما فيش شك والاضافات اللي جات رغم انه ممكن ما تكونش اعلى حاجة ولكن عملت عدد لعيبة كويس لنادي الزمالك وابتدى مستر جوميز يعني ايه يبقى عنده شوية بدايل شوية ناس بيعرف يتعامل معهم فبرضه اداءه كان جيد ما اداش اقول جيد جدا نفس الشيء من تاني انا عجبني بيتروجيت تمام عجبني لاسماعيل النهاردة حظه وحش اسماعيل النهاردة برضه صح نفس اللي قلته على سيراميكا شويت الاني مع الاهلي ضيعه فرص سألة جد كان المفروض يكسبه فيها شويت التاني كمان كتير اه ضيعه جوان كتير لكن من الفرق الجديدة طبعا سيراميكا بيعجبني طبعا وعجبني ولكن زي ما قلت من واحد في حالة لازم يركزوا فيها اكتر عجبني بتروجيت في الاسبوع ده بالنسبة ان هو صاعد وعدة كمبارجة كويسة جدا ضد بيرامد سيراميكا كبتل وسماء قبل الختام اقول لكم سريعا ان النهاردة عمر مرموش سجل هدفا وصنع هدفا في فوز انترخت فرانكفورت على بوخوم بنتيجة سبع اتنين الاولاني منهم الجول اللي سجلوا كان من فاول حلو قوي معمول وكأنه مفيش حيطة وكأنه منشنها في ادي زاوية ممكنة في الشباك وده تاني هدف يسجلوا من ضربة حرة مع في الدوري الالماني احتفل النهاردة بمئويته في الدوري الالماني مئة مباراة في البونزليجة خلالها سجل ثلاثين هدفا وصنع تمنتاشر في مئة مباراة وبشكل عام الموسم ده هو مسجل عشرة اهداف مناصف فنطن على لقب الهدف او متصدر حتى عن هاري كين الى جانب انه صنع ستة وبالتالي هو الاعلى على مستوى المساهمات فوز مهم جدا لانترخت فرانكفورت واداء يتواصل به ابهار عمر مرموش للاندية العالمية اما في انجلترا فتقلق محمد صلاح من جديد وسجل هدفا رائعا بطريقته اللي يضم الجوة لكن المرة دي مش قارته شط صاروخ في شباك برايتون بعد تمريرة من كورتس جونز فازق ليبر بول على برايتون اتنين واحد وبالتالي في ليلة سقوط الكبار بخسارة ارسنال من يوكاسل وخسارة سيتي من بورنماوس ليبر بول الاول بخمسة وعشرين نقطة ويليه منشستر سيتي بثلاثة وعشرين نقطة كابتن أسامة عرابي نجم الكرة المصرية وقائد النادي الاهلي كالعادة بكون مبسوط جدا بالقاعدة معك نورتيني وشرفتيني الله يخليك أنا اللي سعيد بيوجودي معك وبالتوفيق دايما بس في كلمة بقى أحب أقول لك من صديق ليه اسمه محمد ساب بيقول ليه بيقول لي لازم بص تسلمني على هاني حبيب قلبي تقول لي ده مزيع جامد جدا حبيبي ومحترم وقع في دير اللقاءات فقال لي لأ لو ما قلتش وقلت على هوا على هوا فأنا بقولها له شكرا هو بشكرك جدا شكرا لك على توصيل الرسالة وبشكرك وبشكرك جدا سيد محمد سابت ربنا يعني يجعلني دايما عند حسن ظنك وبشكرك على كلامك الحلو نورتين بنقول عليه شنب شكرا لك نورتين عشانب حبيب قلبي شكرا لك في الأهلي أيضا ولكن عن بعض الأمور النفسية هنتكلم وعن كمان كرة الطائرة وعن نقاشات أعتقد أن الناس كتيرا محتاجة تسمع تفاصيل عنها مع الكابتن عماد فاروق نجم الأهلي السابق في الكرة الطائرة والأخصائي النفسي أو الاستثمار النفسي عين في الأهلي وبعد أيام قليلة رحل فما هي التفاصيل بعد الفاصل خليكم معنا بطولة العالم رقم 35 لكرة السرعة بيشارك في البطولة عشر دول بين مصر وفرنسا وبولندا وألمانيا وفلسطين وتونس والعراق والمغرب والكويت النهاردة عندنا 140 لاعب ولاعبة بيتنفسوا على 8 مدليات في الكبار و7 مدليات في الناشئين معانا عديد من الدول زي فرنسا بولندا ألمانيا الهند تونس المغرب وطبعا بوجود مصر كان فيه عادة كبير من الممباريات القوية وإن شاء الله قريب نلاقي كرة السرعة من العاب الرائدة على مستوى العالم الحمد لله بازلنا مجود فوق أكتر من 3 شهور شايرين على البطولة من ناحية التنظيمية احنا الاتحاد دايما بيدعاننا كحكام وكبطولة بتكون تمام أي أن يكون سواء بطولة عالم بطولة جمهورية أي أن يكون احنا البطولة منظمة بشكل جيد جدا التحكيم كله والحمد لله تمام على أكمل وكل الحكام كلهم بيتعاموا بعض وكلهم دايما التحكيم كويس طبعا بيشرفنا دول كتير بطولة جامدة طبعا واحنا استعدنا جامد للبطولة دي وطبعا كاميرا صادر البلد يعني رغطت قبل كده كذا مرة استعدنا كان عندنا مع أسكر كان فيه تنظميات قوية جدا قدرنا الحمد لله نهارده نكسب تتابع مختلط ونحقق نجير ونحقق ازدهبية لمصر بنفوز على منتخب تونس وبولندا وإن شاء الله السنين اللي جاية تبقى أحسن وأحسن أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الماتش الكابتن محمد رمضان بعد مباراة للأهلي خرج وقال قريبا سيتم تعيين معد نفسي للنادي الأهلي وقال اسمه وهو الكابتن عماد فاروق الكل ساعتها عمل السرش وإيه ده ده الكابتن عماد فاروق ده نجم النادي الأهلي السابق في الكرة الطائرة معداش أيام إلا وكتب الكابتن عماد فاروق نفسه على صفحاته الشخصية على الفيسبوك إنه اعتدر عن عدم الاستمرار في المنصب نلحقنا التفاصيل خرجت بعدها تصريحات على لسانه فما بين صحتها أو عدم صحتها هو بنفسه معنا اليوم الكابتن عماد فاروق نجم النادي الأهلي السابق في الكرة الطائرة أهلا وسهلا بك التنمان أهلا نهاني وشكرا على الاستضافة واتمنى تكون لقاء مسمر إن شاء الله إن شاء الله منورنا ومبسوط أولا بلقاء بيك يعني نجم كبير من نجوم كرة الطائرة المصرية ربنا جارك وأكيد هنتكلم عن الطائرة كمان في وسط ملفنا أكيد لكن قد يكون الملف الأشهر أو الأسخن أو اللي فيه معلومات الناس عايز تفهمها أكتر هو ملف المتخصص في علم النفس اللي دخل النادي الأهلي وخرج سريعا إيه اللي حصل تمام يعني بدءا زي بدء أول حاجة لازم أشير إن الموضوع ده ما فيهوش أي شخصانة بالنسبة لي أنا طبعا احترامي للنادي الأهلي النادي الأهلي يمشي بأعمال فاروق ومن غير أعمال فاروق وبأي حد يعني هو موجود ومتقلق وإحنا كلنا ولاده واستفدنا منه وبحكم احترافنا حاولنا إن إحنا نساهم في تعزيز قيمة النادي الأهلي السوقية والبراند المتقلق ده وإن هو يفضل على طول في تطور تمام ببساطة كده هقولك الموضوع من البداية أنا كنت قابلت الكابتن محمد رمضان وطبعا كل احترامي للكابتن محمد رمضان في مناسبة كده عاملها أحد الكابتن علي عبدالصادق كان عازم مجموعة من خدامة اللاعبين وعزمني الحقيقة في وسط كوكبة من لعيب الكرة الأودامة وطبعا أصدقائي وحبايب كلهم تمام أنا كابتن رمضان طبعا أعرفه كنجمة بس ما كنتش التقيت بي قبل أول مرة يبقى فيه لقاء أول مرة جي يعني حظ الحلو إن أنا قعدنا جمع بعض وأنا باعتباري راجل متخصص في علم النفس ودول صحابي قوي كلهم واخدين علم فدايما تعرف الراجل السايكولوج ده بيتسئل كده أسئلة فيه حاجات تهريج على حاجات جد وبدأ الكابتن رمضاني يحصل مبيني ومبينه حديث ويسألني بعض الحاجات شيء طبيعي حاجات تخص الفريق؟ لا حاجات لي علاقة بالعلم النفس؟ لا علم النفس الرياضي إحنا الرياضيين ده حديث طبيعي بيحصل وأنا بجاو وأنا شايف إن هو يعني مستحسن الكلام وانتهى اللقاء سلمنا على بعض وخلاص يعني كان بيسألني بعض الحاجات برضو ساعات كده ألاقي يعني اهتمام منه وبعد بقى القعدة ولا في نفس القعدة؟ لا 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 وخلاص سلمنا على بعض يعني قابلته وخلاص ده كان يوم 16 أكتوبر 16 أكتوبر آه 18 أكتوبر نتكلم هنا عن يعني قبل خمسة أيام من بداية مشوار الأهلي في السوبر المصري آه تقريبا يوم 18 أكتوبر الكابت محمد رمضان بعات لي voice message على الواتساب بيشكرني فيه على استخدامه لحاجة أنا قلتها تمام وصنعت فارغ معاه والحقيقة كان بيكلم في منتهى الأدب والإحترام وكمان عرض علي يعني أن أنضم للأهلي أن أنا أفكر في الانضمام للفريق كمعد نفسي هو يعني معد نفسي آه هو بيقول اللفظ ده كمعد نفسي وإن أنا حتى لو لو مش عايز يعني أدخل في القصة دي هو يتمنى أن احنا نفضل على تواصل يعني مستحسن العلاقة ده يوم 18 أكتوبر يوم 18 أكتوبر طب هو كان إيه النصيحة اللي قلتها واستخدمها وجابت نتيجة فشكرك عليها حاجة خاصة بالفرق ما بين التعريف النجومية والشهرة كويس هو يظهر أنا معرفش هو استدمى في إيه يعني هو معضح ليش خلص بس أي أن كان يعني هو سألك السؤال بالطريقة دي إيه فرق بين النجومية والشهرة فدت له أجابة فرجع شكرك على الإجابة أن هي فدته والله مشوف يعني أنا مش متذكر يعني احنا قلنا حاجات كتير ومصطلحات كتير وأنا عموما مهتم بتصحيح المفاهيم تمام تمام ومهتم بحاجة اسمها صنع الفارق صنع الفارق وحتى أديته مثل ساعتها بقصة سيدنا سليمان لما طلب عرش بلقيس فتقدم له عرضين عرض قدرة اللي اتنين يقدروا يجيبوا وعرض زمني العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك والرجل اللي عنده علم الكتاب قال إيه قبل أن يرتد طرف تمام ففاز العرض الزمني للأقل مزبوط وهنا حدث الفارق في العرض الزمني بس العرض الزمني هنا دلالة أن القدرة حدثت بتكنيك مختلف آه مزبوط هو ده تمام وأنا بستخدم الطرق دي تمام الكونسبت أو الفلسفة دي في أن أنا أشوف عناصر أضمها لأي حاجة بفكر فيها تصنع الفارق تمام زمنيا واللي هو بيبقى مبني على التركيبة المعادلة اللي بتصنع بها فهو وكلام ده كان بيسمعوا مني تمام حلو فلما راح طبق الكلام ده دي الجلسة يا صورة الجلسة اللقاء اللي جمعك بالكابتن محمد روضان في وجود نجوم الأهلي كابتن عبدالصادق كابتن طهرة بوزير كابتن أيمن شوقي كابتن محمد حشيش كابتن ياسر نوار كابتن محمد عربي كابتن طبعا كابتن محمد عربي طبعا وكوكبة من الأصدقاء تمام ثم ثم ده كان يوم 16 18 يوم 16 اللقاء ده يوم 16 المكالمة 18 وقال لك عايزك معد نفسي للفريق هو قال لي فكر تمام يعني لأنه عارف أن أنا شوية يعني بعد تمام مش عايزة بقى في الصورة تمام ليه مش عايزة بقى في الصورة بس عندي شغلي خاص وعندي وفي الرياضة أنا راجل بحاضر في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة تمام وعندي شغل خاص في الرياضة وفي علم النفس عمولا في العيادة ويعني بص إيه أنا مش واجع نفسي بمنافسات حولين أماكن يعني الناس تتصارع عليها بأي شكل وقدر ألاقي حياتي في العمل الخاص تمام المهم جي يوم 18 بعت لي الرسالة دي وأنا رضيت عليه رد يعني أنا ما ينفعش حد يكلمني بأدب كده يعني لازم أطلع أنافسه في الموضوع تمام وقلت له إن شاء الله لما تيجي قال لأنا هكلمك لما جي عشان عاوز أقبلك واشوف قلت له إن شاء الله لما تيجي نعود نشوف إيه الخير اللي ممكن يتم بيننا بس تمام ده يوم 18 يوم 22 بدأ الكابتل محمد رمضان يتواصل معايا تواصل باعتباري جزء من أو أحد عناصر خلية أزمة بمعنى؟ بمعنى طبعا أعلن يوم 21 عن قصة كهرباء آه تمام و يوم 22 الصبح آه يوم 22 بعتلي بعتلي بدأ يسألني في حاجات خاصة بكيفية إدارة عاوز يسأل عن كيفية إدارة مدير الكورة لمواقف محددة تمام طبعا أنا بحترم ده جدا جدا آه لأنه واضح إنه مهتم إنه يعرف تفاصيل ويعرف يعالج مشاكل آه طب هو طبعا بسألني على حاجات خاصة بالفرقة تمام مش حاجات عامة آه تمام تمام وده أنا بحترمه جدا لأن آه قلت ده عقلية متقدمة آه لأن مش مكسوف إنه أنا هتدخل في شغله آه وعاوز يعرف آه فده حاجة كويسة جدا وإنا برضو عاوز أقول بس سبب أنا بقول كده لي آه دلوقتي آه يعني أنا مش بكشف أسرار آه لأ أنا عاوز أوضح مدى التوافق اللي كان بيني وبين الكابتن محمد رمضان تمام سألك في كافية التعامل مع كهرباء وإزاي هقولك وإزاي هو كان بيستحسن الكلام استحسان غير عادي تمام تمام ولغة الحديث لغة في منتهى الرقية أوكي آه لا موضوع كهرباء ما تفتحش أبدا ما تفتحش خلص سألك فيه آه خليني هقولك آه 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 كنت بقوم بدور آه كابتن محمد رمضان آه من أول لما بدأ يسألني لغة ما خلص الماتش يعني 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 في كل المواقف هنعمل إيه وهنقول إيه وإمتى هنتكلمه في النقط إيه وآه ليه وبيسأل ليه والغيره غيره ده اللي هو مين يعني بعدين مش هقدر أصرح في الكسة دي كويس آه آه كابتن محمود الخطيب ما عرفش كويس مش عايز يعني مش هقول دل كويس دلوقتي يعني هتقول بعدين لا مش هشوف هقولك حاجة أنا دلوقتي زي ما قلت إيه أنا بتكلم لحاجة واحدة بس آه لأن الناس قالت الله هو أنت فرقت في يعني أنت اللي عملت وطلع كلام بقى معلش هواضح لك بس حاجة وطلع كلام إن ده هو اللي بيقول أنا اللي عملت وأنا اللي غيرت الفرق الكلام مش طيب ليه لأن هنا في فرق بص بص يعني في فرق بين المشكلة والأزمة المشكلة هو موخف له حل في كتالوب كبير الأزمة يتطلب خبرة معينة عشان فيه يعني بص يعني عاوز اسمها يعني كرياتيفي لازم يبقى فيه كرياتيفي ابداع ابداع فيه إيجاد حل في موقف حرج وده أنا عرضت نفسي فيه لشيء خطير جدا يهو ليه أول حاجة احنا مكنش اتفقنا على الشغل لكن النادي الأهل عيوني مفهول كابتن محمد رمضان عيوني تبا ولكن تخيل أنا بنصح نصايح يعني فيه حاجات هتتقال للعيبة مباشرة بطريقة معينة بنصح نصايح في وقت حساس فيه لو ما جابتش نتيجة قول خلاص النادي الأهل مش عارف ان كابتن محمد رمضان كلمني أو الكلام ده لكن أنا ممكن هو يتهمني انه ضيعت آآ مفهول مفهول كويس عندك مثال على أزمة ما يعني ساهمت في حلها هي دي ليه أزمة دي لا أنا بتكلم على الفريق كان في حالة أزمة بعد كهرباء الدنيا احنا مغلوبين في السوبر ودخلين على ماتش فاينال فاينال السوبر المصري والواقع هنا هو كان منزع يعني كان متوتر جدا 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 تمام تمام وانا بكل النقط بقول عليها بالزبط تمام بص بقى ايه أنا مش بتعمل مع اللعيبة بص يعني فيه كلام لما يتقال في محاضرة أو يتقال المدير الفني أو رئيس النادي أو قبل المباراة لما يكون فيه أزمة ويكون فيه خسارة نوعية الكلام في الأزمة هنا ممكن يفرق تمام جامد جدا تمام لكن إنساب إن أنا بقولك إن أنا بنسب الفوز لي ولكن ده كلام فاضي وكلام يعني صراحة أنا ما قلتوش خالص ما قلتوش لكن قلت قلت إنك ساهمت في حل أزمة لا أنا أنا اللي أنا قلته زي ما بقولك خدنا السوبر لا أنا أنا القصة كلها إن أنا كل هدفي إن أنا أشير للتفاهم اللي كان بينك وبينك لأنه أنا هرجع في الآخر هقول لأنه هو في الآخر انتهى بعد ما خلص ماتش العين اللي أنا برضو دخلت فيه تدخل مباشر تمام يعني بقى مش فاهمني في كلام يعني ألف به مين اللي مش فاهم كابتن محمد رمضان بمعنى مش فاهم حلو نشرح أول حاجة بعد ما انتهى ماتش السوبر نزل كابتن محمد رمضان مصر وكلمني فورا وقال لي احنا عاوزين نتقابل علشان تعد مع كولر على طول الله طب لسه احنا ما تكلمناش لان انا عندي معايير بشتغل بها وعندي منهج عاوز اعرضه بشتغل بيه تمام ومش عاوز اشتغل الا بيه ام ايما لمحوا المنهج ده تمام هقولولك دلوقتي حالا فهقولولك وانا بقولك انا قلت ايه الكولر تمام فكابتن محمد رمضان قال لي طب تعالى من 3 ال4 تقابلني وتقابل كولر من 4 ال5 تمام فدخلت قابلت كابتن محمد رمضان مبروك مبروك طيب المنهج بتاعي كابتن رمضان منهج له علاقة بفلسفة له علاقة بفلسفة معينة ايه الفلسفة دي هي التنصيق ما بين الاستثمار الرياضي والسلوك الاحترافي تمام تمام انا راجل دارس علم ادارة رياضة علم ادارة رياضة ده بيعد اللي بيدرس القصة دي انه هو يبقى مدير رياضي تمام مدير رياضي لكيان رياضي محترف حل تعريف الكيان الرياضي المحترف هو الكيان الذي تتوافق خططه ومعاييره مع خططه ومعايير الشركاء التجاريين واصحاب المصالح عموما تمام تمام ده بقى اعلقته بقى بعلم النفس ايوة تمام طيب ده علقته بعلم النفس انه هو النادي زي النادي الاهلي ميزانيات الاندية المصرية ميزانيات محدودة بالنسبة المقارنة العالمية يعني ما تقول مثلا القيمة السوقية للعاب النادي الاهلي 30 مليون طبعا ده القيمة لعب متوسط مثلا في ليفربول تمام طبعا فانت عليك ان انت توجه استثماراتك لانك مش نادي محدود الداخل هو منطقتنا كده وده الليفل اللي احنا بنلعب فيه ويسمع ان النادي الاهلي هو اعلى قيمة السوقية في مصر تمام تمام ولكن ما تقدرش انت بمزاجك مفيش يعني كابيتل تقدر ان انت تشتري اي لعب اي تمام فعليك ان انت تتوجه للسياسة واحدة بس ايه هي ان انت عشان تعمل تطور لعب لازم ان انت تتوجه ان انت تجيب مدرب قادر عالتطوير وتجيب لاعبين قابلين للتطوير تمام فده يتطلب اختيار ضغيق جدا زي منشسر كده دي بقى فلسفتك ده المنهج لا ده انا فلسفتي لسه بقى طيس انا فلسفتي ان لو معرفتش تربط لو معرفتش تربط بين ترائب توجيه الاستثمار ده مع السلوك الاحترافي فانت كده هتخسر تمام مفهول لازم يبقى ماتشنج السلوك الاحترافي يعني ايه يعني السلوك الاحترافي ده بيبدأ زي ما قلت لك من اختيار المدرب اللي قادر على تنفيذ السياسات دي زي يورجن كلاب كده مع ليفربول هما بيجيبوا مشروع ايه بيقدر يعمل المشروع يطور فيه وفي نفس الوقت بيلزموا بهدف معقول يعني ليفربول مش مولزم كل سنة ان يجيب الدورة بس خليك من الاربعة سيتي لازم يجيب لازم يخد الدورة تمام كويس الاهلي لازم يجيب يعتمد على قعدة من اللاعبين قبل للتطور عشان تعمل اللاعب قابل للتطور لازم تختار الاول شخصية تمام وبعدين الشخصية دي تعمل منها رياضي والرياضي تعمل منه لعب محترف ام لو انت روح تجيبت لعيب مهاري بس وما كانش عندك قدرة ان انت تطوره لا تكتشف اول حاجة شخصيته قبلها للتطور ولا ايه اللي هيحصل هتحول النادي لمستشفى نفسي اه فهيظهر لك بعد كده مريض نفسي اه وهيبقى هو محتاج هنا بقى ايه يقولك ايه معد نفسي هو قصده بمعد نفسي دي ان هو يعني معالج اه خويس شوف لنا بقى مشاكل الفرقة والكلام ده احنا مش في مستشفى امال ايه لا مفروض يعمل ايه لا معد نفسي ما بيعملش كده المعد نفسي اول حاجة مهمته انه هو يعمل خطط حماية اول حاجة حفاظ على المكتسبات تمام تمام تاني حاجة مفروض ان هو يشارك في التطوير وده بقى له له كلام كتير والابداع ادق 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 الحدود يشارك في العلاج علاج مين علاج حاجة فزة موهبة فزة عندها شوية تمرد فنصبر عليه نحايله لان زي مثلا كده عثمان دمبلي لما كان في برشلونة في برشلونة صبروا عليه متمرد ما بيجيش مش عارف ايه او نمار في بي اس جي وفي الاخر برضو مقدروش اه اه تمام ده دورك بقى ده دورك لا مال ايه لا مش ده دوري مال ايه دورك حلو يعني هضرب امثلة بالاهل ده دوري لو هو عنده لو هو عنده لعيب او لعيبة متمردة ليها تعامل وهقولك ده انا قلت ايه الكولر بقى يلا تمام ندخل في التفاصيل دي اسرع ممكن ندخل في التفاصيل يعني هضرب امثلة انا مثلا بافشة اه ما بيلعبوش خالص طلع يتكلم في التلفزيون فقال تصريحات حتى كانت صعبة بالنسبة للاهلي اه بينزل يجيب جوال فبيزعر انه برضو ما بيلعبش هنا هتتعامل معا ازاي كهرباء اه ولا بقى اول ولا تاني ولا تالت بقى يخرج هتتعامل معا ازاي هو سألني هو سألني طيب احنا كولر سألني بعد ما شرحت له القصة دي بالزبط كولر سألت اه كولر بعد بقى كابتن رمضان لما رجعه مصر لما رجعه مصر المهم يعني انا برضو عاوز اشير لحاجة قبل ده انا اتفقت مع كابتن رمضان ان طلباتي هي ثلاث حاجات يلا واحد واحد التايتل المسمى بتاعي ايه بقى المسمى بتاعي يكون اخصائي الاستثمار النفسي اخصائي الاستثمار النفسي اه تمام مش معالج نفسي وقلت ده الكوبر الكولر تمام مش معد نفسي اه ده يفرق معاك التايتل لا يفرق مع البرنامج اللي انا بعمله لان لان انا اول حاجة بص انا قلت الكولر لو قلت للعيبة ان انت جايب معد نفسي انت بتدي اللعيبة كرت يلعبه مفهول لانت جايب اللعيب يلعب مش يتلاعب متأخدهش على كده وتدي له مفهوم يقدر يبقى له مجموعة كبيرة قوي من التفسيرات زي ايه يعني انا الوقتي المعد الناشط ما معرفش يعدني هو اللي يعد نفسي انا بعمل ايه انا بدي له معلومات انا بدي له معلومات بغير له مفاهيم ده في الناحية الناحية الصوفت اللي هي الفكرية انما في الناحية العملية انا ليه بقى شغل مع المدرب ليه شغل مع العب زي ايه يعني مثلا الادراك تنمية الادراك في الملعب العلاقة العصابية والكيميائية لللاعب كويس ازاي ان احنا ممكن بتكنيكس بتفهم الاعصاب بتعمل ايه في كيميا المخ تمام ان احنا نقدر نسيطر على الضغوط حلو ده كلهم تعملوا طبعا مهمتك كأخصاء استثمر نفسه طبعا ليه كمان ليه كمان لأن خلي بالك بص المفاهيم النفسية والثقافة النفسية ليها علاقة في بتنعكس على الحركة مية في المية فانت في الاخر عايز عايز اللاعب يتحرك ايه عايز اللاعب يتحرك برشاقة بانسيابية عضلية ها مش بيرعونة لا بانسيابية عضلية مزبوط وعايز ان هو يعرف في تعامل مع الضغوط حلو يبقى ده كان اول طلب ان الطايتل يكون اخصائي لاستثمار النفسي تاقي طلب اه تمام تاني طلب المنهج اللي انا بشرحه ده ايوة انا عايز ده هو اللي ادخل لو انتم مقتنعين بيه كان بيها نشتغل لو لقا هنسح حلو تمام تالت طلب صلاحيات ايه هي صلاحيات ان اول حاجة انا عايز ان الكابتن الخطيب قاعد معاه لاني عندي مشروع كبير في القصة دي كمان خاصة بالاكاديميات وعايز الكابتن الخطيب هو اللي يقدم ليه ليه تمام مش خاطر كامج انا مش هممني القصة دي خاصة يعني طيب هقول بقى يعني والأجر على الله لا لا هي مش حاجة بس انا يعني هي دي مش مفروض حاجة اللعيبة تبقى عارفينها يعني كويس اللعيب لازم يحس ان في ان هو الراجل اللي جاي ده دلوقتي مش واحد متكرر من اللي جوم قبل كده واللي بعد كده واللي هم واخدين عليهم وحططل في دماغه نمط للتعامل كويس فهما بيبقى علاقة في الاول مين هيسيطر على مين مين وانا مدخلش في الحاجات دي انا طيب الادارة لما تسندك وتبقى الادارة فهم ان انا انا فهم الاستراتيجية بتاعتها وهي فهم الدور النفسي ده الاحترافي ان هو هيساعد في توجيه الرأس المال التوجيه الامثل هتيجي تدعمك وهتقول للعيب ان التقييم ده تقييم هيفرق في وجودك وعدم وجودك مفهوم 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 انت شايف انه ان يقدمك الكابتن محمود الخطيب ده هيساعدك في دورك مع اللاعبين طبعا وهيساعد النادي استثماراته المزبوطة مفهوم ايه طريقة التقديم يعني يقدمك الكابتن الخطيب بمعنى خبر رسمي على الموقع الرسمي ولا يطلع يعني ايه شكل اللي تتتصوروا ولا تتصوروا سوا وتنزل صورتكم لا 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 انا قصدي ايه كيف يقدمك الخطيب تقديم في لقاء مع اللاعبين اه يقدمك قدام اللاعب طبعا طبعا لانه اصل هو لانه ده هيبين لللاعبين اهمية الوظيفة اللي جاي بالزبط والبرنامج اللي هو اقتنع بي اللي انا فاهمني البرنامج اللي انا اقنعت الكابتن الخطيب بيه واقنعت كولر بيه واقنعت الكابتن محمد رمضان بيه تمام الكابتن محمد رمضان اقنعه بالنسبالي اقنع ادبي ولكن ليس فني يعني ايه يعني هو يحس كده بس ايه 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 ده ايه ده الكلام ده جديد وهو فعلا قال لي كده قال لك انه شباب قال لي انت فارق فارق مش طبيعي ويعني قال لي في الاول كده بايس وقال كده الكابتن شبير وقال كده يعني أعلن كده وأعلن إن كل معجب والكل تمام فتم التوافق على ده على التلات طلبات بما فيها أن يقدمك الكابتن محمود الخطيب قال لي هقوله وإن تحصل على الصلاحيات قال لي هقوله تمام قال لك هقوله آه تمام أنا دقيق جدا قال لي هقوله وقال لي أنا موافق على الموضوع النفسي تمام والراجل معجب باللي أنا قلته والراجل قال لي في نهاية بعد ما عدت معاه دا كولر خلاص أنا موافق وعاوزك معايا فول تايم فول تايم أنا عندي شغلي الخاص وعندي عيدي وعندي يعني راجل مسؤول يعني وقلت له فول تايم خلاص سيبني أتفل فول تايم دي معناها أنه لازم المقابل المادي كمان يكون بيعوضك عنك هتسيب شغلك صح؟ أكيد ما هقولك بقى لأن دا له قصة جميلة سريعا سريعا يعني في حاجات يعني في حاجات ممكن تاخد وقت أقل طيب ما هقولك بس 18 دايق وعندنا أسئلة كتير طيب هقولك على حاجة بس لأن هنا في نقطة مفصلية تمام خلصت القعدة دي وكابتن ربضان كان فرحان جدا وقال لي مش ممكن ما حدش عمل لقاء زي دا مع الراجل قبل جدا والراجل والراجل المهم أنا يعني في قصة المتحة دي مش مالي المهم طيب خلاص هنقعد برضو نزبط تاني وبتاع وكولر قال لي هنقعد بقى قعدة عشان نزبط ايه الديناميك يعني همشي بينا ازاي الاختصاصات دا طبيعي يعني هل هشتغل ازاي يعني تمام بس وخلاص طيب مع السلامة مع السلامة وروحنا تمام تاني يوم اللي هو الاربع تاني يوم بعد ماتش العين اللي هو لا لسه ماتش العين تاني يوم لقيت الكابتن محمد رمضان طبعا احنا ما اتفقناش ان احنا هنعلن ان احنا لسه موقعتش طلع مع كابتن شبير واعلن انضمام عماد فاروق للجهاز الفني فكابتن شبير قال له عماد فاروق بتاع الفولي كويس فقال له اه فكابتن رمضان قال له ده راجل دارس ومعه دكتوراه وهو جاي معد نفسي هيكمعكش دكتوراه صحا لا خالص فانا طبعا يعني ومعد نفسي اه دكتوراه ومعد نفسي منين جات الدكتوراه فطبعا ومعد نفسي دي مش اللي منتفين عليها ومعد نفسي دي مش اللي منتفين عليها مسيح على فكرة معد نفسي دي بتتقلق يعني مجازا اختصارا هي الشائعة الدارجة في عالم الكرة طيب فيعني مش تقليل منك ولكن ممكن انت تقليل للعلم انا فاهم الواحد اللي عنده العلم هيحسها تقليل لا 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 بس اللي بيقولها ما ينفوتش بها تقليل انا ما بقولش ولا تقليل للعلم ولا تقليل ليه انا بقول ان هي مضرة للبرنامج مضرة للعلم اوكي بعد ما سمعت المكالمة طبعا كان بالليل اوي كلمت كابتن رمضان الصبح ايه كابتن ايه لا انا معيش دكتوراه ومعيش الكلام ازاي ازاي ده يحصل وقصة المعيد النفسي احنا متفقين عليها قال لي معلش احنا اصل اللي بيجي لنا يعني اللي كان بيجي لنا في المكان ده كنا بنقول لها دكتور طبعا مايش حتى لو دكتور ناس عاد كتير بتقول يا دكتور بس دكتوراه يعني دكتوراه اه مفهوم انا راجل بتاع علم نفس وعلم اجتماع بيهش دي كويس اللي مش محتاج الكلام ده وعندي دراساتي وعندي حياتي وراجل مش محتاجه وبعدين لازم يبقى فيه مصداقية ولازم يبقى فيه احترافية لو سمحت يا كابتن اطلع عدل ارقاصة قال لي كل اللي انت عايزه هيتعمل تمام جينا بقى للمرحلة اللي بعد كده مطش العين مطش العين مرست برضو يعني في ادارة ازمة برضو ليه مطش السوبر كان الفوز فيه يعني على شعره تمام مصبوط تمام ضربة ترجيح اه فاصبح مطش العين بالنسبة للكابتن رمضان انا بنقل لك الاحساس تمام برضو مرتبط جدا لانه خسرنا هيضيع المكسب ده وهيفكر بالمكسب بالهزيمة اللي قابليه كسبنا هنعدي الحمد لله ربنا انا بكلمك في ادارة الازمة تمام بتوافق غير عادي بينه وبين كابتن رمضان هو ارتباكه قبل اي مباراة مهمة ده امر طبيعي يعني اي مسؤول في الحياة ده انا برضو راجع لك راجع لك بص هو انا يعني انا راجل بتاع علم بالغ الاحترام لما حد يكون اداري حتى اصل هو ادارة دي علمه برضو حتى لو هم عندوش شهادات انه يسأل بس حاجة محترمة جدا 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 بس انا بتكلم على برضو قصة التوافق اللي كان باني خلاص خلص ماتش العين والحمد لله والفينه ايه ساعدوا في ماتش العين برضو مش هقدر اقول لكن الحاجات دي الحاجات دي مش هتتقال غير جوه النادي الاه لكنك ترى انه ما قلته للكابتن محمد رمضان ساهم في ظهور الاهلي بالشكل الحلو ده لا هو اتكتب اه اتكتب اه زي ما الاهلي ظهر بعد كده بالظبط يعني ايه اتكتب زي ما الاهلي ظهر يعني ال اللي انا بفضل الله شخصته قلته ده هيمشي زي وهنتعامل ازاي وهيقدل ايه هو تم تقول هالي لانه ده يعني ده هيوضح للمشاهدين الصورة هقول لك هقول لك هقول لك هو طريقة غير مباشرة غير مباشرة كويس بتخلي اللعيب ينتج من غير ما تقوله مباشرة انتج كويس انتج لان نوع من انواع تسلسل الحافز تسلسل الحافز اللي بيخليه على طول يعني يجدد طاقاته ويخلي تركيزه عالي جدا وادراكه عالي تمام وهو ده صنع فارق تمام تمام فده هيك عملته يعني شرحت اساليب الكابتن محمد رمضاني يتبعها اتبعها اجراء نتيجتها شوف نيه اجراء واحد اجراء واحد كويس اجراء واحد وخلاص وده نتيجة قد يفيد الناس بعيدا عن الاهلي يفيد الناس من فكرة حاجي معاك حلقة نتكلم في النفس جدا جدا حلو ثم خلصت المباراة خلصت كلنا فرحنا وكله تمام روحت المادي يوم لاربعة تاني يوم كلمني على طول قل لي تعالي عماد عشان نكلم هنا هاجي بقى لنقطة الفلوس تمام نتكلم في العقد والكلام انا لنقطة الفلوس دي ما كانتش ما قدش حتطلقها هم خالص ليه لان انا عارف او لما اجي اتكلم في امتي كويس هيحصل ايه صدام تمام فاجهز بايه بلان بي بلان بي بقى ان انت بتبقاش فل تايم مثلا لا 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 المهم كابتن محمد الماضي ايه يا كابتن قال لي قول انت العرض قلت له والله انا انت اعلنت ان انا احد اعضاء الجهاز الفني انا دخلت على جوجل شفت مرتبات الجهاز الفني فشفت المساعدين المتخصصين بتوع الكابتن كولر بياخدوا من 20 الف دولار ل 15 الف دولار فهمش اختلف معك كويس فهو بقى ايه انت عارف اماد ده كان بيكلمه يا سلام انت اللي بتقوله ده حاجة فهو قاعد قاعدة كده يعني ايه عارف بتاعة رؤساء الشركات اللي هما الكويس يعني ملياردرات كده فقال لي هو انت اجنبي اه فقلت له اجنبي ليه اجنبي ليه يعني لا اخد ده يعني لو عشان دولاراتي يعني لا انا ممكن اخدهم مصري كويس يعني ممكن تحولوا مصري قال لي لا لا انا بسأل انت اجنبي كويس قلت له لا انا مش اجنبي انا بتقطي مصري فقلت له لي قال لي اصل يعني ايه اللي يدخلك مع الاجانب فقلت له انا مش داخل مع الاجانب انا مليش دعو بالاجانب انا بقول لك انا عضو الجهاز الفني طلعوا اجانب طلعوا مصريين طلعوا اي حاجة يعني اي جنسية مش انا ده انت كابتن مالك يعني انت مقاله الاجانب ليه كويس ليه قال لي هو انت عارف انا وانا باخد كم قلت له يعني ما عارفش بس يعني فقلت له مبلغ كبير يعني اللي هو بياخده اه انا يعني توقعتي يعني فقلت له مبلغ كبير يعني قلت كم قلت له مليون ونص اتنين مليون وانا قلت بره الرقم ده بناء على معيار معين يعني انه منصب المدير الرياضي ولا اي معيار هقول لك اه قويس فقال لي لا انا باخد كذا مش هقدر اقول الرقم احتراما ليه اقل من الرقم اه طبعا اقل بكتير بكتير قويس اه فقلت له ساعتها الله طب هو الكابتن ابراهيم حسن اجنبي مدير المنتخب اه اللي بياخد مليون اه كويس هو اجنبي اللي هو حقيقة طلبتهم طلبت مليون اه يعني 20 ألف دولار ما يعادل مليون لان الفرق بينه طلوه اجنبي اه كويس ماش طلوه طيب اقول لك الحاجة سيبك من القصة دي انا بتكلم ببساطة لان انا عارف في الاخر هقول ايه اه ده النادي الاهلي ماش يعني هتكدت هتقبل في النهاية بأي رقم انا لا انا شرطة بقى متطوع اه تمام مش بس كده ماش لا مش بس كده بس خلينا اقول لك بس القصة ايه حزرت ازاي بيصور موما هو قال لي ايه قلت له خلاص اعرض اي حاجة كان اعرض خمسة جنيه قال لي قال لي لا بص بقى قال لي ايه قال لي لا اه انتو ليكوا سعر اصلا اوكي لينا سعر يعني ايه يعني قال لي قلت له قول قال لي يعني 20 ألف جنيه كويس فقلت له 20 ألف جنيه في الايه قال لي لا يعني اللي قبليك كان بياخد كده واللي قبليك قلت وده سعر اوكو يعني كده طبعا الاسلوب عجيب قوي 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 ده انت اكبت من يعني معروف طريقتك ومعروف ادبياتك وبعدين اللي قاعد قصادك له تاريخ وراجل صاحب يعني مكتهد في علم ومؤدب الاسلوب ما عجبنيش خالص وبعدين قلت له طب بصة كنت انسيبك من موضوع الرخيص ده تمام انا الحمد لله زي ما انت عارف ان ربنا كرمني الحمد لله الحمد لله انا هتطوع النادي الاهلي فول تايم فعلا طبعا كنت ناوي على ده لا انا قررت كده قلت له مش بس كده النادي الاهلي ده هياخد عيوني تمام مش بس كده وهشارك النادي الاهلي لو في اي لعب كمان جاي من بره انا هساهم مع النادي الاهلي في شراءه يعني في شراءه اه انت كمان بتقول انك عندك تدفع مش بس ما تقبطش لا هو انا قلت كده وانا جاهز اوقع العقد وانضي قال لي كانت الخطيب مش هوافق قلت له ليه قال لي ميوافقش على التطوع قلت له ليه ليه مع محسن تنطوع كان شغال زمان مترجم لفايسا وكام لا زبا قال لي خلاص يبقى نعرض عليه ان انت من الاول اه قلتا عايز اتطوع اكن مثلا يعني طلب امتي اه انا بقى ليه برضو ليه حددت الايمة داي برضو خلي بالا جاس انا لازم كمحترف اه اقول خمت السوقية اه لازم اخد ايمة ياخد امتي السوقية احافظ عليها يا ماخدش حاجة خاضص لا واكراني ماشي يعني بص ايه ابقى مثال ليهم تمام لا مش هياخدش ياخد قيمة تانية في التطوع وخدمة النادي اللي فضله علينا اه مفهوم طب هو سؤال هل التخصص بتاع حضرتك اه يعني يستحق مبلغ مليون جنيه شهريا ولا العلم اللي عن دعمات فاروق هو اللي يستحق المليون فهم قصدي تمام حلو اه اصد هو الرقم يعني يعني طبيعي ان هو يخد شوي بالنظر للمرتبات اللي بياخدها العاملين في هذا المنصب في الاندية يعني الاجهزة الطبية نفسها في الاهلي ما بتاخدش الرقم ده فطبيعي انه يتبص للتخصص ده انا متكلم على كيف ينظر الاهلي للقصة ممكن يبقى مختلف عن توجهك او عن علم اللي بتاخده لك انا متكلم عن ان هو ده الارقم فعلا اللي بياخدها الاجهزة الطبية في الاهلي او في الاندية اول حاجة انا مش في جهاز طبي ايه انا مش في جهاز طبي انا في تخصص دي اه جهاز الفني اه قويس شوف يا جهاز طبيب بص كل مسمى اه له اه له قيمة ام قويس ماش وكل يعني مثلا ايه انت متقدرش تقول ان كل المهندسين لهم قيمة واحدة ام هل سوري انا اسف ماش المسمى الواحد ام ما بيكونش مع نفس مع كل شخص بنفس القيمة تمام ام تمام فانا دلوقتي ايه ايه المشروع اللي انا داخل اقدم مفهوم تمام يعني فيه مدير تسويق ام اه شركة مثلا اي حاجة اه من المشروبات الغازية ماش ها بتسمع الله ده بياخد مزبوط صح اه 200 مليون في السنة اه مزبوط هو اصلا بيقدم ايه مش تسمع انا بقدم ايه صح مش تسمع المهم مش مختلف انت فهمني طيب عايز ايسألك على حي اه بعد ما اتعرضت فكرة التطوع ليه ما تمش ايه اللي حصل لا 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 تم تم لا 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 ماشي ثم سريعا بص با انا بقول له دي ما اختلفناش فيه لا ده انت لازم ده اهم ما نازم يبقى ايبقى اهم نقطة نقولها بص بص دي ما اختلفناش فيه خلاص قال لي بكرة اقول لي كابتن الخطيب وانواقع قلت له والمسمة تمام قال لي لا المسمة انا عاوز اغيره قلت له قال لي انا عايزك تبقى المستشار النفسي لمدير الكورة قلت له ايه ده اه ايه ده لا 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 هنا الكلام ده مش هيتم خالص قال لي طب تعالة بس تعالة تعالة هندخل اعرفك على اللعيبة تمام يعني اخبالك وقدمت ليهم وبعدين يعني برضو هنتكلم يعني دخلت برضو وعرفني المعد النفسي تمام ليش وانا كان فيه تمرين وانا خارجين مفروض بقى خلاص هروح بقى اشوف ابص يعني لغاية تمرين تبدو كان قال لي عماد اشوفك بقى ايه بكرة يعني ايه زي ما يكون ايه بيمنعني ان انا اتوجه للملع وفي فكرة عندهم ان وقال لي ان كولر مش هيقابلني وان كولر بيقول نشوف شغله الاول وبعدين شغل الاول كولر لا يمكن يقول كده ازاي مش فيه تنصيق انا هنزل الملعب ولا مش هنزل الملعب قال لي لا مش هتنزل قلت له انا هشتغل ايه وهشتغل مع مين وهنسق مع مين قال لي انت هتتعبني يا عماد بصي انا بغاية تصير لك ده تاني يوم قلت له تعبك فيه انت ليه بترد علي مش في الموضوع يعني اش فاهم انتو عايزيني ايه دلوقت انا بقيتش فاهم يعني انتو عايزين واحد تدلو قوضة يعد يشوف ناس بقى احنا في مستشفى وقفلت الدنيا على كده وقفلت الدنيا على كده وقفلت ان هو طلب اكون انا المستشار هو ما قاش يفهمني خلاص بعد في الازمة لما كنا يا سلام اللي بقوله ده حكم كويس ولقيت ان الموضوع فيه حسيت ان فيه بص حسيت ان فيه توجه ان هو يعني شكله كده بيقول لي انا نفسي ارجع في كلامي يعني لقى ان خلاص دنيا رياحة فروحت انت من نفسك قررت انك تعتذر الدنيا على حد هو الماتشين كانوا مهمين وكابتن رمضان قبل الماتشين حاجة وبعد الماتشين حاجة بس هو قعد معاك بعد الماتشين يعني فين انتم ما اتفقتوش بس مش اكتر على ايه يعني هو قعد معاك بعد الماتشين مش اتهى من الماتشين وبطل سحب كل اللي احنا اتفقنا عليه مفهوم وببناء عليه قررت انك تعتذر طبعا شكرا طبعا انا جاي اعمل ايه يعني اقول لي بس جاي اعمل ايه كل البرنامج اللي انا شرحته الكولر كويس طلع لا بس اخيرا وانا بختم كابتن عماد عن سؤالين سريعين كولر يوم 23 في المؤتمر الصحفي كنت انا حضره قبل مبارات الزمالك اتسأل هل يحتاج اللاعبون الى معد نفسي او معالج نفسي ده السؤال قال لا وده مرتين يعني يوم 23 وقبلها بعد السوبر الافريقية اتسأل نفس السؤال فواضح انه ممكن يكون هو نفسه اللي مش عايز بص هقولك حال برضو هقولك الحال انا حريص فيه كلام اتقال على كوبر من كابتن محمد رمضان على كولر مش على كولر من كابتن محمد رمضان انا ما اقدرش اقول كلام ده غير لإدارة النادي الان مش هقدر اقول الكلام ده لا قال حاجة على شخصية الراجل بس انا الكلام ده له علاقة بي انا شخصية زي ما انت بتقول دلوقتي يعني الراجل نفسه قال لي عاوزين نقعد مع بعض عشان ننصر اه مضبوط بعد كده كابتن محمد رمضان بيقول الراجل قال يشتغل اشتغل ازاي مجرم النصر مع بعض يعني بص انا دلوقتي هل انا اتدخل مع اللعيبة في بعض الحاجات ولا اعمل احصائيات اروح اقولها لمدرب يعني ايش تغل ده كلام لا يمكن يقوله محترف طب يا كابتن اقابله كويس يعني انا شايف ان انت خلصت اه انا زودنا ربع ساعة عن وقتين لكن حضرتك شرحت القصة وحكيت التفاصيل انا يعني كان عندي اسئلة كتير اوية عن عماد فاروق نجم الطيرة وعن عماد فاروق نجم الطيرة وعن عماد فاروق نجم الطيرة وعن عضو مجلس ادارة النادي الاهلي لفترة قصيرة وعن قصص كتيرة قوي يعني اتمنى اتنورنا بقى حلقة لسبوع اللي جاي نتكلم عن حاجة تانية وعن امور نفسية بشكل عام في الرياضة في اي حاجة تحب تقولها بل ما نختم عشان ما تبقاش ما قلت انا قطعت الكلام لا لا خالص خالص انا عارف وقت البرنامج محدود لكن انا بحب اشكرك وبقول لجمهور النادي الاهلي النادي الاهلي ده عزيز عليا وانا يعني فيه احترمت ان فيه اسرار كتير جدا لو النادي الاهلي عمل تحقيق او الكلام ده هقول انما في حاجات مهمة جدا 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 تهمه مستقبل النادي الاهلي عماد خلاص راح كويس وانا متشكر جدا وانما لصالح النادي الاهلي ان فيه معلومات لازم تتعرف مين يعرفها ادارة النادي الاهلي عن مين عن امور كتير يعني امور كتير بتجرى وانا عندي استعداد انا مش هقول حاجة من دي في الاعلام اه عن مين عن الفريق عن كتب محمد رمضان عن كولر عن علمية البيئة اللي مفروض يعني تكون موجودة في احسن نادي في افريقيا كويس عن كيفية ادارة الكابتل محمد رمضان للفريق لا عموما لازم يتحط قواعد علمية يجي الكابتل محمد رمضان كابتل محمد رمضان المشكلة فيه لغة دلوقتي للرياضة في العالم لغة زي ما فيه لغة بينكو في الاعلام فيه لغة للرياضة لو انت مش بتعلم اللغة دي مش تعرف نترحى الاسبوع اللي جاي في لفنان حضرتك انا بشكرك جدا كابتن عماد فاروق نورتيني وشرختيني شكرا يا ربنا خليك وانت اللي منور شكرا لحضرتك وطبعا كل التحية والاحترام للكابتن محمد رمضان إن اراد ان يرد او يوضح حتى دون ان يتواصل على الهواء مباشرة فاحنا اكيد نحب نطرح وجهة النظر او الشرح كان عندنا ملفات كتيرة قوي اعتقد في جزء اخر هنبقى النقاشة مع الكابتن عماد شكرا كابتن عماد شكرا لكم نورتونا في حالقتنا النهاردة وبعتدر جدا لزملائي على الاطالة لقاءنا غدا إلى اللقاء